بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير وأهلا بكم في حالة جديدة وأسبوع جديد من الماتش النهاردة الأحد ولمدة أربعة أيام لأنه بالأمس نعتذر عن عدم الظهور بسبب التغطيات المختلفة مع الزميل أحمد موسى ولكن خلال ساعتين كل يوم نتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا سواء جوى مصر أو برى مصر في خلال الأيام السابقة الأهلي يصحق الترجي بسلاسية دون مقابل هناك في ملعب برادس ليقترب خطوة كبيرة جدا من التأهل إلى نهاي بطولة دوري أبطال إفريقيا ولكن الحسم وهذا بحسب تأكيدات كل مسؤولي الأهلي لن يتأكد إلا بنهاية مباراة الترجي هنا في القاهرة يوم الجمعة في الوقت الذي تعادل فيه سانداونز مع الوداد سلبيا في المغرب ليقترب بنسبة ما سانداونز من التأهل لنهاي البطولة ولنا حديث عن هتين المواجهتين أما الزمالك وبعد خسارة قاسية أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد فهناك بعض الأجواء المتوترة داخل الفريق على مستوى كيف يفكر أسوريو وكيف يتعامل لعب الزمالك مع أفكار المدير الفني الكولومبي الذي تلقى أول خسارة في مشواره مع الفريق الأبيض أما على مستويات عالمية فمنشستر سيتي يقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي لأن برايتون منح كلمة على مستوى المنافسة على الصدارة أما برشلونة فبعد نصف ساعة نبلغكم بتتويجه رسميا بطلا للدوري الإسباني سواء قليل ويبدأ الماتش يلا بينا أهلا بحضراتكم من جديد بداية خالص العزاء للنائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب من أسرة برنامج الماتش وكل العاملين في قناة صدى البلد في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله الحاج أحمد أبو العنين مدير عام مصانع سيراميكا كليوباترا ربنا رب يرحم ويلحقنا بي في الجنة بإذن الله خالص العزاء للنائب محمد أبو العنين وللأستاذ طارق أبو العنين النائب محمد أبو العنين كتب نعيا مؤثرا للغاية صباح اليوم وبدأه بآيات القرآن الكريم حيث قال وبشر الصابرين الذين إذا أثابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون بقلوب تأن من الألم ونفوس راضية بقضاء الله وقدره أنعي أخي الحبيب أحمد أبو العنين مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا الذي انتقل إلى جوار ربه صادقا وفيا وصابرا محتسبا وراضيا مرضيا في دار اليقين وجنة الخلد والدرجات العلى في الملأ الأعلى وفي عليين داعيا المولى بذلك ولا نزكيه على الله وداعا أخي الحبيب أحمد رفيق العمر والصبى والصاحب في الأهل والسند في الشدة والمعين على نوائب الظهر وداعا حتى اللقاء والمعية في دار البقاء والصحبة في آخرة الخلود آنسا مطمئنا بأنوار الله ورحماته التي لا تزول ستظل أخي الحبيب حيا في وجداني خالدا ذكرك مرفوعة أقدارك بفضل الله أو بفضل ما أفنيت الحياة خدوما معطاءا قريب من الناس طيب القلب دمث الخلق ستظل باقيا في قلوب الجميع رمزا ونبراسا للخير والعطاء سلام لروحك الطاهرة ونفسك المطمئنة وعمرك العطر وأيامنا التي ارتسمت بجميل أثرك تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد غد الثلاثاء الموافق السادس عشر من مايو العزاء يقام عقب صلاة المغرب يوم الأربعاء السابع عشر من مايو بمسجد الشرطة بالشيخ زايد نسألكم الدعاء بالرحمة وإنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء لأن نائب محمد أبو العنين ربنا يا ربي صبرك ويلحقنا به جميعا بإذن الله في الجنة والنهاردة أيضا كان عزاء المغفور له بإذن الله الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والحقيقة أنه الواحد بيتمنى أنه لما يحين أجله يشوف هذا الكم من الحب الحب للراحل ربنا يا ربي ارحم ويلحق نبيه في الجنة والحب لشقيقه النائب مصطفى بكري الإعلامي الكبير والزميل العزيز النهاردة ما كانش في مكان يعني بالعافية كنت بتعرف تقدم واجب العزاء ربنا يا ربي ارحم ويلحق نبيه في الجنة ويصبر كل من فقد أيا من أسرته أو ذويه طيب تعالوا مع بعض بقى بما أننا غبنا خميس وجمعة وسط أيضا على غير العادة نعمل كده نظرة سريعة على اللي حصل في الأيام الماضية وهنبدأ من الأواخر وهو مبارح المباراة كانت مثيرة بين الإسماعيلي والزمالك في ختام المباريات المعلن موعدها من الجولة رقم 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز فاز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد علشان يقترب خطوة جديدة في طريق البقاء في الدوري المصري الممتاز الإسماعيلي اللي عانى معاناة شديدة هذا الموسم واللي وجد ربما طوق النجاح في الكابتن حمزة الجمل بعد ما مهد الطريق نسبيا من قبله الكابتن أحمد حسام ميدو على مستوى المعنويات جاء حمزة الجمل بفنيات وبتماسك ذهني إلى حد كبير بعد الخسارة من بيرامدز فاز على الزمالك علشان يبقى الماتش اللي جاي قدام البنك الأهلي فرصة البقاء بنسبة شبه رسمية تقدر تقول شبه رسمية إذا فاز الإسماعيلي على البنك الأهلي أحد منافسيه المباشرين على بطاقات البقاء في الدوري المصري الممتاز هذا الفوز المهم اللي جاء بأقدام محمد أشرف رؤى بهدف عكسي بعد ارتباك سواء على مستوى التمركز أو على مستوى تمركز كل الفريق بما فيهم رؤى نفسه جاء علشان يضيف علامة استفهام جديدة على ماذا يريد أسوريو من لعبي الزمالك ليه بنقول كده؟ لأن احنا هنتكلم عن شكل الزمالك في خلال المبارتين الأخيرتين سواء أمام الإسماعيلي أو أمام بروكسي فاز الأولى فمرت بشكل ما نسبيا الأمور ثم خسرة من الإسماعيلي علشان تشتعل الأجواء بنسبة ما لكن تعالوا الأول نتطمن على أحد نجوم اللقاء حتى خرج من ملعب المباراة مصابا الكابتن محمد فوزي اللي تعرض لقطع في الغضروف وهو الآن ربما أو أنهى منذ قليل الجراحة اللي اتعاملت في ركبته ربنا يا ربي طمنا عليه ويرجع بالسلامة كدتن محمد فوزي أهلا بيك منوّرنا إزاي حضرتك أجابت مخبارك إزاي كدتن أعني حبيبي ألف سلامة عليك وربنا يرجعك بالسلامة إن شاء الله الله يسلمك يا حبيبي الله يخليه طمنا لسه خارج من المستشفى؟ أه الحمد لله عملت العملية النهاردة ولسه خارج من شوية والحمد لله كويس والله لا يرفع للحمد لله كنت حاسس مبارح واضح كانت الدموع باينة في عينيك وانت خارج مستبدل بأحمد عدل عبد المنعم إن كانت الإصابة كبيرة شوية آه والله كل إصابة الواحد بيحس بقى يعني اللاعب طبعا خبرته في الملعب وكده والحاجات اللي بيمروا بيها بيحس طبعا بالإصابة فقية أول ما حصلت للإصابة مبارح عرفت اللاعب أفاها حاجة يعني إيه اللي حصل بالزبط؟ والله فكرة الهدف كده يا كابتن بارتكز على ركبتي أعملت مترقع مني فقعدت بقى أحاول لا لا بعد الهدف قعدت دي أو ديتين في الملعب حسيت أنه أنا مش قادر فعلا لو كان أي حركة تانية ما كنتش هادر أتريمي خالف آه طالبت عشان كده طالبت التغيير على طول آه دي دي يعني ده تصرف برضو زكي منك ورياضي منك لأنك برضو بتغلب مصلحة الفريق وكمان علشان تحمي نفسك من أي إصابة محتملة أكبر بإذن الله صح؟ آه طبعا ده ده حاجة يعني ما فقاش لعبة انت شايل مسؤولية فريق ومسؤولية نادي وزمائلك والبلد بحلة يعني نسمع لها وكمان الظروف اللي احنا فيها ما تبتغلش اللي حد آه يعني يجذب على حاجة أو يجذب في حاجة أو يقول حاجة غلط طبعا لا عشان كده أول ما حسيت بحاجة قلت على طول المدرب واتغيرت والحمد لله يعني مبرح يعني كان مطش جميل وفريتين كبار صح وكان ديربي وديربي اللي إسماعيلي والزمالك طبعا خارج التواقعات طائما يعني ما صح طبعا من حالة الفنية لأي فري فيهم يا كان الإسماعيلي بقاله كتير وهسألك سؤال فني كده نخفف بيه الأجواء بتاعت الإصابة إن شاء الله ترجع بألف سلامة بقاله كتير ما كانش بيكسب الزمالك والناس كلها كيب بتحط ده في العنوين الفوز في الظروف دي بعد الخسارة من بيرامدز اتحقق إزاي من وجهة نظرك هو طبعا مكسب مبارح مكسب مهم جدا وعلى فريق كبير زمالك وفي الظروف اللي إحنا فيها فمكسب طعمه حلو يعني بتلاتة بنت غالين جدا في الوقت اللي إحنا فيهم وفي الظروف اللي إحنا فيها تساعدنا اللي إحنا يبقى في منطقة أحسن من اللي إحنا فيها إن شاء الله الفترة الجاية ماتش بيرامدز كانت برضو كان صوت أو فيه هو كان يوم مش يومنا كان يوم كان يوم صعب على الفريق كله على الجهاز الفني بس الحمد لله بعد الماتش مباشرة جينا التمرين تاني يوم وتعايدنا اللي إحنا نعمل مباراة كبيرا قدام نادي الزمالك والنتيجة بتاعت ربنا يعني إحنا سعينا وعملنا اللي علينا والحمد لله الحمد لله قدرنا اللي إحنا نجيب ثلاثة بنت كان فيه ناس كتير يعني مش متوقع اللي إحنا نعمل الأداة ده ونكسب بس الحمد لله ربنا رزينا بالثلاثة بنت وقدرنا ناخد ثلاثة بنت مهمين جدا في مشوارنا 29 نقطة دلوقتي بايتم اتطمينين شوية لا طبعا لسه لسه بدري ولسه في ماتشات كتير وماتشات صعبة ولسه هتلاعب الفرق اللي تحتك على طول البنك الأهلي الماتش اللي جاي الماتش البنك الأهلي بستة بنت الماتش الحرس بستة بنت الماتش طلع الجيش بستة بنت لا لسه بدري لسه كله في اللعبة بس إحنا الحمد لله الحمد لله ده أنا الفترة دي في تحسن الحمد لله اللي عبقى عارفت قد إيه اللي هي تشيل مسئولية الفريق في الوقت الحالي والجهاز الفني طبعا عام معنا بدور كبير إيه اللي تغير في موضوع الجهاز الفني ده الانتصارات رجعت إيه اللي حصل من الناحية الفنية أنتو كلاعبين حاسين بي لأنه الانتصارات رجعت بنتكلم على انتصار قدام سموحة كان كبير وبرح سموحة برضو قدام الزمالك فريق كبير الانتصارات اللي تحققت مؤخرا دي أنتو عايشينها إزاي أو شايفين إيه أسبابها لا والله هو يعني طبعا جاز الفني معنا دلوقتي جاز فني محترم كابتن أحمد حسين ميدو طبعا كان جاز كابتن حامز برضو كنا عاملين مع عمد شهد جامد كانش في توفيق خالص كانش في توفيق خالص معنا بس الحمد لله الحمد لله نحن الفترة دي موفقين هو بس التوفيق كان ينقصنا بس مظبوط الحمد لله فهو تقريبا التوفيق هو اللي كان نقصنا عشان كده الحمد لله مع الجاز الفني الموجود حالي الحمد لله قدرنا نكسب أربع مرشات في الدوري فالحمد لله طيب عايزة تطمن يعني هل الدكاترة قالولك إمتى الوقت اللي ممكن بعد العلاج الطبيعي ترجع للملاعب مرة تانية لو إن شاء الله بإذن الله طبعا دي بتاعت ربنا كابتان يعني أنت حضرتك عارف كل حاجة بس يعني هي بتاعت بالعزيمة بقى بتاعتك يعني أنت إن شاء الله قادر تخلي الفترة كبيرة أو صغيرة دي بقى عزيمة لي إن شاء الله لكن الموسم يعطبا خلص يعني من شهر الشهر ونص بإذن الله من شهر الشهر ونص بإذن الله بإذن الله ترجع بألف سلامة يمكن عرفنا أنك شكرت لعيبة الزمال تكلمني عن تعاملهم مع إصابتك سواء داخل الملعب وقت الإصابة أو بعد المباراة طبعا فرحت بالموقف ده جدا من كابتان شيكابالا بتضل وقف جنبي وكابتان زيزو وروقة والوينش وكل اللعبة حتى سامسونج وكل اللعبة اللي أجانب حتى في الزمالك وأنا ضاي كلهم قادوا يقولوا لي معلش وما تزعلش وكلهم قالوا لي وقفوا جنبي بصراحة فرحت بالموقف ده بصراحة يعني بشكرهم من خلال حضرتك يعني بشكر كابتان شيكابالا طبعا دول لعبة كبار لعبة دوليين صح يعني مش بشبهين عنهم الحاجات دي صح روح جميلة من لعبة الزمالك وتحديدا شيكابالا برضو هو بيحس بأي لعيب بيحس أعتقد بإصابة زميله لأن كلكم بتبقوا معرضين لدي وبتبقى مزعجة لكن بتضامنكم مع بعض دي بتبقى أمور جميلة قوي وإحنا كلنا بنتمنى لك كل التوفيق على مستوى بقى حراسة المرمى يمكن أحمد عادل نزل امبارح وتقلق في أكتر من لقطة وفي كوكو كمان كان غايب بسبب الإصابة هل أنت متطمن على حراسة المرمى في الفترة اللي جاية الحمد لله طبعا أي حارس فينا موجود هيلعب ويشير الفريق طبعا الجهاز الفني وكانت نسى التوفيق وكلنا بنلعب على حتة اللي كلنا فيش حد فينا احتياط احنا كلنا أساسيين وكلنا لعبها مهمة وكل واحدة ياخد ظروف في الوقت اللي ربنا عاوزه وهيقدي وهيشير الفريق فالحمد لله كوكو لعب بشكل الفريق فوز لعب شكل الفريق عادل لعب البارح الحمد لله بشكل الفريق وفيه كابتن طبعا محمد صبحي تاريخي النادي وفيه معنا الحمد لله شير الفريق وإنه يعني حتى يخل لا تقول هالفرقة بتختلف يعني بشكل فهي محمد الله صبحي يعني ليه تأثير واضح اللي هو كابتن فرقة من كابتن دول الفرقة ومن رموز النادي وطبعا واخد طولات مع النادي فاظوره طبعا خبرته وتمرينه معنا دي الواحدها كفاية يعني الواحد يعني الواحد يعني منه حاجات العزيزات اللي هو مصر اللي هو يكمل لغاية ما يحاجه وعاوزها فلا الحمد لله الواحد بيستفاد منه وخبراته كتير يعني الحمد لله أخيرا كلمة حبة تقولها الجمهور الإسماعيلي اللي كلهم بيقولولك سلامتك يا فاوزي لا طبعا بشكر جمهور الإسماعيلي من برحة عمل معنا يعني من أول ديها لآخر ديها وكان دور اللي احنا نكسب نباح وربنا أكرم في اللي جاء إن شاء الله وشكرا جازني والدارة على المجهود اللي يعملوا معنا وترجاءة ونتمنى منهم كمان نبقى جنبنا زيادة بإذن الله عشان اللعابة دي رجالة وتستاهل أكتر من كده وإن شاء الله نقدر نحق يعني المطلوب مننا الفترة دي ونطلع من المسلم بحاجة إجابية إن شاء الله إن شاء الله كابتن محمد فوزي مليون سلامة عليك وترجع إن شاء الله بألف سلامة ومبروك الفوز مبارح اللي شاركت بجزء منه في لقاء الزمالك بالأمس نورتنا وشرفتنا ربما مفيش إصابة اسمها إصابة لطيفة حمدي الوينش قائد دفاع نادي الزمالك اللي بحسب تأكيدات من داخل القلعة البيضاء فإصابة اللاعب هي قطع جزئي في الرباط الصليبي سوء حظ ربما لكنه لو كنه القدر مليون سلامة عليك يا وينش عائد من إصابة طويلة غيبته أكتر من 140 يوم من بداية الموسم من وقت مباراة سموحها لم يعد إلا قبل سبع مباريات خاضها ثم أصيبها من جديد في التحام مع فراس شواط قائد هجوم فريق الإسماعيلي أحد أهم أهم أعمدة الزمالك الدفاعية وأحد أبرز اللاعبين الدوليين لمنتخبنا الوطني على مستوى مركز قلب الدفاع تعرض بالأمس الإصابة خرج على إثرها مستبدلا في الشوت الثاني من المباراة بعد الهدف اللي كان قد استقبله الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي إيه تفاصيل الإصابة؟ إيه المتوقع أنه يحصل في الساعات المقبلة؟ يلا بينا نستعرض حالة محمود حمدي الوينش التشخيص المبدئي أثبت إصابة الوينش عبارة عن قطع جزئي في الرباط الصليبي بالقدم اليسرى هيتم إعادة فحص اللاعب لتحديد الإجراء الذي سيتم بعد 48 ساعة لوجود تورم لسه في الرجبة المصابة وذلك لحسم مدة غيابه وإمكانية سفره للخارج إذا كانت الإصابة بقطع جزئي لشخص غير رياضي ما بيلعبش رياضة يعني بيكون الخيار الأول هو الخضوع للراحة ثم تقويات وتأهيل طبي دون إجراء جراحة ولكن في حالة الوينش الرياضي لعب الكرة صعب في الوقت الحالي فالأقرب هو حاجته إلى إجراء عملية جراحية لكن لم يحسم القرار بشكل نهائي قبل زوال تورم الركبة ثم أن يخضع لفحص كلينيكي ثم اتخاذ القرار النهائي في إجراء جراحة من عدمه البدائل المتاحة أمام أسوري وللمشاركة مع الزمارك خلال اللقاءات المقبلة بعد إصابة الوينش هي محمد عبدالغاني مصطفى الزناري حسام عبد الميجيد محمود شبانة ومحمد طارق وبدأ أن محمود علاء ده بيزود من احتمالية عودته من جديد وهو المعار إلى الاتحاد السكندري في المرحلة الحالية باعتبار أن إصابة الوينش تبدو طويلة لأنه هتاخد جزء من الموسم اللي جاي كمان الوينش كان تعرض لإصابة بقطع في وطر العضلة الخلفية في وقت سابق من العام الماضي أجرى عملية جراحية في إنجلترا وعادة للمشاركة بعد غياب 144 يوم فيها استقبل الزمالك 25 هدفا لكن الوينش السبع متشات لعبها منذ العودة من الإصابة في شهر مارس الماضي إلى أن تعرض لإصابة جديدة سلامات سلامات يا وينش وترجع إن شاء الله بألف سلامة أحد اللاعبين الرجال في الكرة المصرية والفاهمين الفاهمين يعني احتياجات مركزهم ودوره بيبقى عامل إزاي على مستوى القيادة وعلى مستوى فني وأكيد أسوريو اللي شايف إنه فيه صعوبة عند لعبة الزمالك في استيعاب أفكاره الكتيرة جدا هيبقى متضايق أوي إنه لعب تكتيكي وبيعرف يستوعب أفكار كتيرة من ضمن لعبين قليلة عندهم القدرة على ده يتشال من حساباته في المرحلة المقبلة وده هيودينا إلى كيف يفكر أسوريو هنستعرض معكم إزاي بدأ إمبارح أسوريو المباراة بتاعة الزمالك مع الإسماعيلي لكن قبل ما نستعرض التشكيل لأنه هي الطريقة بالضبط كانت 3-2-5 أو 3-2-4-1 تعالوا نستعرض كيف يتعامل لعبه الزمالك من داخل نادي الزمالك مع أفكار أسوريو وهم شايفين إزاي الراجل بيتعامل في الأيام الماضية منذ أن تولى المسئولية الشهر اللي فات وخاط فيها أربع مباريات بما فيها متش مبارح فيه شكوى من لعب الزمالك من أسلوب أسوريو إزاي؟ تعالوا نشوف يلا بنا مبدئيا على مستوى أفكار أسوريو وعلى مستوى طريق التدريبات أسوريو يلا نستعرض مع حضراتكم لعبة الزمالك بتفكر إزاي؟ بعد المباراة شيكابالا ومصطفى شربي كانا الأكثر غضبا بعد الهزيمة اشتكى لعب الفريق من طريقة تدريبات أسوريو وأنهم لا يستوعبون تلك الطريقة وصفها أحد اللاعبين بأنها تدريبات غريبة جدا واشتكى أكثر اللاعبين لإدارة الكرة من طريقة تدريباته وأنها السبب في ظهورهم بمستوى ضعيف في المباريات كما من وجهة نظرهم أنه يبرهم على المشاركة في مراكز بعيدة عن مراكزهم الأساسية وهو ما يجعل مستواهم غير جيد في المباريات طيب هل دي المعلومات؟ تعالوا نقول الرأي سريعا كده مع بعض وحب بس مع رأيكم هل ده معناها أن الراجل ده سيء واللعبة دي بتتعامل مع كائن فضائي مدرب ملوش فيها يعني لا هو الموضوع بينقسم إلى شقين إلى مدرب واضح أنه عنده أفكار كتير قوي ولعيبة واضح أنه أولا صعب جدا أنه هم يستوعبوا كل هذا الكم من الأفكار فيشوفوا أن الراجل ده كائن فضائي اللي أنت بتقوله ده وفي نفس الوقت برضو إمكانيات لعيبة لا تتوائم مع أفكار زي اللي بيقدمها أسوريو في المرحلة الحالية هل معنى كده أني بقولي أن أسوريو ده مدرب عبقاري؟ لا لكن عنده أفكار والمشكلة الحقيقية اللي عنده أسوريو اللي مخليات اللعيبة تقول ده أنت تدريباتك غريبة جدا اللي إحنا لسه قريناها دلوقتي في الخبر هو أنه ما فيش عقل ولا منطق ولا حاجة في علم التدريب تقولك أنك تبقى في ظرف شهر عايز تعمل كل اللي أنت بتعمله في ماتشين مع فريق كورة بالإمكانيات دي بل أقولك على حاجة لو بإمكانيات منشستر سيتي يا سيدي بإمكانيات رودري يعني بإمكانيات جوني ستونز بإمكانيات جندوجان اللي بيطلع ناربن بوء دلوقتي بإمكانيات دي بروينا بإمكانيات هالند دي أفكار ما تتعملش في موسم عشان تبقى أنت عايز تعملها في ثلاث أيام مش منطق ما بقى لك بقى لو أنت مع احترامي الكامل عشان ما يتخدش أن ده يعني تقليل من إمكانيات اللاعبين ما بقى لك لو أنت عندك الستتين بتوعك رقم ستة في نص الملعب هم روئة وحسام عبد المجيد ما قصدش والله تقليل من الاتنين لكن في طريقة أسوريو دي مستحيل يبقى الاتنين بتوعك اللي أهم اتنين في فكرتك أو في طريقة لعبك يبقوا روئة وحسام عبد المجيد مستحيل واحد اللي هو رقم ستة اللي هو محمد أشرف روئة هو أهم لاعب في طريقة أسوريو دي ده اللعب اللي بيبني واللي في نفس الوقت أول محط الدفاع في حالة ان الكرة قطعت ولا واحد زي حسام عبد المجيد ده مش مكانه الأول مرة بيلعب في المكان ده مستحيل يعني هو مش فرجاني ساسي مثلا أو أقولك مش حتى محمد عبد الغني يا سيدي لأنه لعبها قبل كده لعب وما لعبش في نفس الطريقة لكن لعب في المكان ده مش منطق اللي بيفكر به أسوريو أنا بشوف أنه أسوريو كأنه مسك قنبلة قنبلة وبيوقف قدام اللعيبة وفاتحها كده وهتفرقع فيه هو واللعيبة هو واللعيبة ده ظلم كبير لللعيبة اللعيبة دي إمكانياتها مش كبيرة قوي والزمالك محتاج شغل كتير قوي على مستوى السفقات ولكن اللعيبة دي بتتظلم بتتظلم لأنه اللي بيتقدم لها من أفكار ده ما ينفعش يتحط في يوم وليلة ده عايز له فترة إعداد كاملة فترة إعداد كاملة ده بداية موسم كده قبل الموسم ما يبدأ تاخدهم شهر تعودوا لوحدكم تدربهم على أفكارك فكرة فكرة مش في 12 يوم مستحيل اللي بيعمله أسوريو ده ده كأنه ماسك القنبلة بيحدفها فيهم وهتفرقع فيه ليه بقوله هتفرقع فيه؟ أسوريو عارف أنه مكمل الموسم اللي جاي تبقى للاتفاق ما تبقى من هذا الموسم والموسم المقبل القنبلة دي اللي الراجل ماسك عفق ديه ممكن تخليه يمشي قبل نهاية الموسم الحالي مجرد وجهة نظر مش معلومة لأنها كانت ممكن تفرقع في وشه في ماتش بروكسي وكسبه الزمالك وفرقعة مبارح وعادي ممكن تبقى سماها خسارة مباراة لكن استمرار أسوريو في الإصرار على أفكاره وفكرة المراكز اللي بتتغير اللعيبة اللي بتتحط في مراكز غير مراكزها وأفكار مش سيئة لكن محاولة تنفذها في وقت قليل جدا هتمشي لعيبة من الزمالك وهتمشيه من وجهة نظري فبالتالي دي عايزة لها خطوات 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 وحدة وحدة وقت ممكن على فكرة إذا نجحت هذه الأفكار واستوعبها اللاعبون الزمالك يبقى فريق مرعب ممكن ما بنفيش بنفس المدرب لكن بوقت كويس وده إذا استوعبها اللاعبون واستعاب اللاعبين لهذه الأفكار الكثيرة جدا في هذا التوقيت القصير جدا أمر أقرب للمستحيل في ظل إن اللاعبة أساسا خارج تركيزها في ظل إن النادي أجواءه متوترة في ظل إن اللاعبة ما بتاخدش فلوسها في ظل إن اللاعبة موسمهم للنسيان على مستوى النتائج مودعين كل البطولات وقولك على حاجة الزمالك ما ينفعش يتعامل مع المتشات المحلية اللي جاي بتاعت الدوري إن هي تجربة هو للأسف بالنسبة للزمالك يعني إنت عندك طموح مركز تاني علشان ما تزدش مصائب الزمالك مصيبة جديدة وهي أن لا يشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل مش عايز أقول أو يبتعد عن الكنفدرالية حتى وإن كان ده يبدو أبعد نسبيا لكن بالوضع الراهن بنتائج الفريق باستمرار الراجل بالشكل ده فالمشاركة في دوري الأبطال مبدئيا كده في خطر في خطر لإنه بيرامدز مش سهل إنه يفقد كثير من النقاط والزمالك من الحالي واضح إنه هو ممكن معرض لفقدان النقاط وفيوتشر وإن كانت نتائجه متراجعة مؤخرا لكن برضو أكثر تماسكا داخل أرض الملعب من الزمالك تعالوا نستعرض تشكيلة الزمالك مبارئة كانت عاملة إزاي عشان أقول لكم الراجل ده بيفكر إزاي من اللي شفناه في أرض الملعب يعني والحقيقة إنه يعني آسف هي طبعا ثلاثة اتنين خمسة لكن ده الشكل الوحيد المتاح عندنا أقرب لما نريد أن نتحدث عنه الشكل ده مش تلاتة اربعة تلاتة لكن هي تلاتة في قلب الدفاع قدام محمد صبحي محمود شابانة والوينش وحاتم سكر شيكابالا وابراهيم انداي جنبهم زيزو ومصطفى شلبي في العمق نسبيا وتحتيهم حسام عبد الميجيد وروقة الاتنين اللي بيبني عليهم الزمالك وسامسون أكينيولا فتلاتة اتنين خمسة كل لاعب من دول بالطريقة بتاعة أسوريو ما عندوش دور واحد بل عندو تقريبا ثلاث أدوار جوه أرض الملعب كل لعيد ابراهيم انداي دور هجومي ودور دفاعي ودور في العمق لما الزمالك يفقد الكرة نفس القصة مع شيكابالا روقة دور دفاعي انه يبقى هو بينزل يستلم عشان يبني الهجمات ردري يعني وفي نفس الوقت يبقى واقف كخط صد أولاني في حالة ان الكرة تقطعت وانت ضغط بالخمسة اللي قدام نفس القصة حسام عبد الميجيد يبقى بيضغط على اللعيب اللي مع الكرة بيبني الهجمة للإسماعيلي وفي نفس الوقت المفروض وده ما شفناهوش مبارح يبقى بيرجع كمدافع رابع لما الكرة ما تكونش مع الزماج ده ما شفناهوش وانا حتى يعني الناس بتشبه دور حسام عبد الميجيد بدور جون ستونز ايوما هو جون ستونز بيبقى زايد في نص الملعب لما الكرة تبقى مع منشستر سيتي ده لما بيلعبها كده يعني جورديولا لكن أول ما الكرة بترجع بتلاقيه فيه أربعة في الدفاع منهم جون ستونز الزمالك لأ طول الوقت تلاتة بس طول الوقت تلاتة بس كمية الأفكار دي أنا مش قادر ألوم على لعبة الزمالك اللي هم بيقولوا ده انت غريب جدا في تدريباتك يعني هم على فكرة ما ينفعش يقولوا كده لأنه هو الراجل عنده أفكار كتيرة بس أنا ما أقدرش ألوم عليهم لأنه مستحيل مدرب يقعد مع لعبة يقول لهم كل الأفكار بتاعت الطريقة دي في أسبوعين مش أمر منطقي هي عملية انتحار سريعة يعني هي كده قنبالة وشكرا تفرقع في الكل فأعتقد يمكن انبارح الكابتن أحمد حسان ميدو كنت بتفرج عليه بيقول أنه هيكتمعوا بأثوري ويتكلموا معان اللعبة تلعب في مراكزها ولكن هو يعني هو مهم ان هو يكون مقتنع بده مهم ان هو يكون مقتنع بده بأن أفكاره مش سيئة لكنها تتحطش في الوقت ده في التوقيد ده في المدة الزمنية دي هو شوية بيتقال عليه عينة دي جوه النادي انبارح الجهاز المعاون الكابتن متحد عبدالهادي والكابتن أحمد مجدي اتكلموا معاه قبل المباراة انه حسان عبدالمجيد بلاش هو قال انبارح في المؤتمر الصحفي انه عشان أنا عارف ان سيرجي أكا أهم لاعب في الإسماعيلي قد تكون دي برضو وجهة نظر الكابتن أحمد حسان ميدو باعتباره درب سيرجي أكا سابقا مع الإسماعيلي بل ضم سيرجي أكا للإسماعيلي لكن فكنت عايز له حسان عبدالمجيد عشان يوقفه هم قالوا له ان بلاش هم اتكلموا على فكرة الخمسة اللي قدام دي انها صعبة لكن الراجل كان مصمما على أفكاره ونفذ أفكاره وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد تعالوا نستعرض النقطة دي كانت عبارة عن ايه اشتكى الثنائي متحد عبدالهادي وأحمد مجدي من تجاهل وطريقة تعامل الكولومبي إخوان كارلوس أسوريو المدير الفني بحسب معلوماتنا هم اعترضوا على التشكيل اللي أعلنوا الكولومبي قبل التوجه لملعب الإسماعيلية أبلغوا لجنة الكرة أنه بلاش وطبعا أبرزهم ميدو وخالد الغندور الكولومبي استقر على التشكيل دون أن أي نقاش مع الجهاز المعاون المصري ده زعل شوية الثنائي لأنه هم بيتكلموا في أنه برضو مهم وجهة نظرهم هم بيتعلموا ولكن في نفس الوقت عشان هم عندهم معلومات كافية ممكن تبقى أكتر على مستوى اللاعبين اللي موجودين فنيا دلوقتي وخصوصا قصة حسام عبد المجيد بعدما قرر إشراكه في مركز خط الوسط المدافع متحد عبدالهادي وأحمد مجدي طالباء المدير الفني بالعدول عن قراره والدفع بحسام عبد المجيد في مركزه الأساسي كقلب دفع لكنه تجهل طلبهما وفي الآخر على فكرة المدير الفني له القرار النهائي وهما مؤمنان بدا يعني مش بقول لكم أن دي بوادر أزمة مش بقول أن دي بوادر أزمة ما بين أسوري ومعاوني زي ما كان فريرة وأحمد عبد المقصود وأسامة نبيه مع حفز الألقاب لكن ده معلوماتنا أنه ده اللي حصل وفيه ناس اتقالت وفيه أفكار استقر وصمم عليها المدرب في الوقت اللي كان فيه أفكار مختلفة عنه على مستوى معاونيه المصريين الزمالك مباراته اللي جاية أمام أسوان يوم الخميس اللي جاي في الجولة رقم 28 من الدوري المصري الممتاز ولو تفتكروا كده لو نرجع بالزمن ماتش أسوان ده اللي هو العنوين بتقول أنه الأطر راح ولم يعد دي كبداية كل أزمات الزمالك على مستوى النتائج تباعا المحلية تحديدا لما خسر الزمالك في أسوان ومن وقتها بدأ نزيف النقاط وتراجع الزمالك في الترتيب حتى وصل إلى المركز الرابع حاليا طيب خلينا نسيب الزمالك شوية وهنرجع له خلال الدقائق طيب مش عشان محمود فؤاد ما يزعلش أقول لكم بس حاجة بما أننا تكلمنا على الإصابات في الزمالك مصدر في الجهاز الطبي في نادي الزمالك أكد لنا أنه أنه مش مستعجلين على عودة محمد عبدالشافي حاليا وأنه لسه أصبته طويلة شوية وليه مش مستعجلين لأنه اللاعب أبلغنا بأنه خلاص الموسم الحالي هو الموسم النهائي أو الأخير له في صفوف الفريق الأبيض ومع عالم كرة القدم بشكل عام وأنه بنسبة كبيرة سيكتفي بهذا الموسم وسيعلن اعتزاله كرة القدم وده طبعا بيؤكد ما كنا ذكرنا الأسبوع الماضي ونفاه بعض أو نفته بعض التقارير الأخرى لكننا بنؤكد من جديد هذه المعلومة تبقى لمصادرنا بمناسبة العبدالشافي ربنا يشفيه تعالوا نتكلم على باقي المصابين في الزمالك موقفهم إيه؟ والبداية مع هؤلاء عبدالله جمعة بيغيب عن مباراة أسوان لسه بسبب التأهيل بعد إصابة العضلة الخلفية هيكون جاهز للمشاركة بعد هذا اللقاء فاتوح لسه بيتم تأهيله من إصابة في الظهر وهناك محاولات لتجهيزه للعودة أمام أسوان طولت قوي إصابة فاتوح دي بدون توضيحات كبيرة يعني من مسؤولي الزمالك وبالمناسبة بس قبل ما أقول لكم بس حاجة ناصر منسي لسه بيتأهل من العضلة وعمر جابر وعمر سيسي أصبحت جاهزين للمشاركة أمام أسوان برضو عمر جابر تبدو الإصابة طولت شوية دون توضيحات حاتم سكر مش لعيب سيء لكن برضو مكانه توظيفه كنوا مش محمي من لعيبة خط الوسط والأجنحة طبيعاً يحطوا في ظروف صعبة جداً إنبارح كنت بتحس إن لعيبة الزمالك اللي معا الكورة ده كأنه شايف ثراب من اللاعبين أقرب لعيب ليه بعيد قوي وبالتالي إنه يعضي في دور على لعيب طبيعي إنه هتلاقي كمية الميس باس الخيالية اللي عاش فيها الزمالك المبارح دي خيالية كل اللعيبة عملت ميس باس ما فيش لعيب عمل نسبة تمريرات عليها الإيمة بلغة الكورة برضو ده مسؤول عنه أسوريو مية في المية ولعيبة الزمالك والجودة لكن حاتم سكر أنا بحس إنه للأسف برضو يعني في مواهب ممكن تتعدم بسبب استعجال أسوريو في تنفيذ أفكاره منهم حاتم سكر يعني مش لعيب صفر زي ما الناس مصورا وزي ما مستواء الحقيقة مبارح ما كانش حلو والمبارات تانية على التوالي فيه أخطاء كتيرة لكن هو آخر واحد في الملعب فجأة طول الوقت تلاقيه آخر واحد في الملعب بيضور بكورة معايا عمال يعمل كده ألعب لمين يروح مديها لحد من الإسماعيلي زي مديها لحد من بروكسي لكن مش هو بس اللي عمل كده كل اللعيبة كتب تعمل كده بسبب إنه لعيبة في غير أماكنها وبأدوار مركبة وكورات تانية مش موجودة وشكرا فجأة تلاقي خمسة دخين على ثلاثة طيب بالمناسبة مبارح عواد كان برا قائمة الزمالك فجأة لأنه كان لعب ماتش بروكسي والزمالك أعلن أنه فني وباعتبار أنه يعني الراجل عايز يدي الكل وكل اللي عيبة تدخل فكان أمرا منطقيا لكن إحنا معلوماتنا إحنا أنه عواد كان متضايق أنه مش هيلعب ماتش مبارح قدام الإسماعيلي وأنه لأ خلاص أنا رجعت ماتش الكاس فألعب بقى الماتش اللي بعده فده استشعره الرجل أخوان كارلوس سوريو فرح واخدها كأنها قرار انضباطي وفي نفس الوقت قرار فني أنه الراجل كده كده عايز يدخل كل لعيبة لحد ما يسبت التشكيلة بتاعته طيب نروح بقى إلى الأهلي شوية الأهلي يوم الجمعة فرحنا لأنه أظهر وحشا داخل أرض ملعب رادس نعم أظهر وحشا ووحش مبكر ومداش فرصة للتراجي أن يسيطر في أول ثمان دقايق بيرسي تاوي الأولاني وبعدها بشوية تراجع نسبي لكن تماسك تراجع نسبي بعض الخطورة في الكرات العرضية تماسك طبيعي ثم استفاقة جديدة وشوت تاني متوحش اللعيبة اتكلمت أن بين الشوتين كولر طالبهم بالهدوء وامسكوا الكرة شوية والحقيقة أن الشوت التاني ده من أحلى أشواط الأهلي الموسم ده باستثناء أخر ربع ساعة لأن دي فيه كلامة هنتكلم عنها شوية لكن كشوت في مجملة شوت فيه كل حاجة حلوة دفاع متماسك جدا التحامات هوائية ناجحة لكل خط الدفاع خروج بالكرة مثالي لعيبة متمركزة صحة فتعرف تستقبل الكرة فتعرف أنها على طول هتعرف تحول الكرة اللعيب ينفرد من نص الملعب وفينيش حلو الفينيش الوحش بتاع كهرباء في الشوت الأولاني رد عليه بفينيش حلو هو قال أنا فكرت مرتين في الكرة دي بتاعت الشوت الأولاني الشوت التاني ما فكرش هدف في الشباك حسين الشحات ربط معه حلو ولعب له وسجل قبلها بيرسي تاو يهوش هوشنا كلنا بتاع ست مرات لحد ما سجل لما فتح برحته صح طبعا يا حسين لأنه هو قاعد يهوش لحد ما تفتح له الدفاع تماما وبكل هدوء حطها في الزاوية البعيدة مسجلا هدفا ثانيا له وللأهلي قبل ما يسجل الكهرباء الهدف التالي الحقيقة الشوت التاني للأهلي ده وفي ملعب رادس حتى لو قلنا أنه في غياب الجمهور وفي غياب عناصر أساسية من التراجي لكن شوت ما يحصلش إلا من فريق بطل علشان يخلينا نتكلم على مباراة محتملة مقبلة هي محتملة في علم الغيب لكن في مؤشرات لها ما بين أهلي وصان داونز من جديد ليه؟ لأن صان داونز مبارا حضطرد منه اثنين ورغم كده خلينا نتكلم على الطرد واي ده منه في شوت الأولاني لعب ماي لعبين ستين ديئة تقريبا نقصين واحد فرقة برضو مش هنرجع ندفع إلا في آخر عشر دقايق آخر ربع ساعة غير كده فرقة بتلعب كورة غيروا الطريقة لأربعة واحد وبقوا برضو بيدفعوا كويس وبيعملوا كاونتر أتاكس كويسة وسيبن لكم الكورة وكان تشالويوي كان هيسجل جول حلوة قوي الكورة اللي عملها تشميسة وعملها دابل كيك كده لولا أن هي ما جاتش دقيقة فرقة كورة وأنا بشوف أنه ممكن إذا تحقق المتوقع في ظل مبارتي الزهاب سواء صفر صفر في المغرب الوداد وصان داونز دي مش نتيجة حاسمة أو تلاتة صفر للأهلي في تونس على الترجي إذا تحقق المتوقع أن احنا نشوف نهائي ما بين الأهلي وصان داونز أتوقع نشوف أفضل مبارات أو مبارتين نهائي في آخر عشر سنين مثلا ممكن تحط من ضمنها مباراة الأهلي والزمالك باعتبار أن دي مباراة كانت حتى لو المستوى مش 100% حلو لكن كانت مباراة فيها ندية وفيها إصارة ولم تحسم إلا في دقائقها الأخيرة وبين أكتر فرقين متوجين باللقب في تاريخ البطولة لكن أنا بشوف أنه أهلي وصان داونز دلوقتي هتبقى من أحلى المباريات في آخر عشر سنين إذا تحقق ده وإن شاء الله يبدو قريبا من التحقق على أقل بالنسبة على جواري النادي الأهلي يعني ليه؟ لأن أنت معك فرقين وصلين في هذا التوقيت من الموسم لأحلى وأعلى مستوى فني لهما وعندهم أعلى درجات الانسجام ما بين لعبيهم وعندهم أحسن درجات التماسك وعندهم أكتر درجات السيطرة من مدربهم على الفريق ده بالإضافة للدوافع دوافع أن يتوج الأهلي من جديد أن يستعيد اللقب الغائب لمدة سنة أن يرد على خماسية سان داونز في دور المجموعات القاسية ولكن الأهلي في المجموعات غير الأهلي ما بعد المجموعات ودوافع سان داونز بكل تأكيد عودة للتتويج بعد آخر تتويج كانت سنة 2016 أمام المصري الآخر نادي الزمالك وأنه برضو بالنسبة له لقب أول بالنسبة لمديره الفني الشاب موكوينة فهي دوافع عند الفريقين وبشوف أن دي مباراة من دلوقتي باستنيها يا ربنا يوفق الوداد لكن أنا بتكلم على المحتمل والمتوقع دلوقتي وهتبقى فيها كمية أفكار مدربين وما أعتقدش أن هيبقى فيها تكرار لنتائق كبيرة بالمناسبة لأنه في ناس بتبصلك تقولك يا تارى ممكن خمسة اتنين تلاتة أربعة ما أعتقدش لكن أعتقد أن هيكون في شغل مدربين بما أنه الاتنين درسوا بعض وبما أنه لوقوع في الفخ لا يبدو أمرا متوقعا من جديد فتعالوا نستنى لسه احنا ما بين هنا للأسبوع الأول أو الأيام العشر الأولى من يونيو لسه معنا شهر تقريبا أو أقل قليلا فخلونا نستنى ونمشي خطوة خطوة والبداية أمام الترجي هذه المواجهة في العودة يوم الجمعة الأهلي حصل على موافقات أمنية بحضور عشرة آلاف مشجع من جمهوره في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبلة مع محاولات لزيادة هذا العدد من الجمهور علشان يتساوى مع الجمهور اللي حضر في ماتش الهلال والجمهور اللي حضر في ماتش الرجاء ونتمنى أنه ده يحصل لكن ده بيأتي كمان تزامنا مع حملات مقاطعة جماهيرية للمباريات باعتبار أن الأمر لم يحل بنسبة 100% لكنه فيه طريقه لأن يحل أو فيه اتصالات من مسؤولي الأهلي والحقيقة أنه تواصلت مع الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وكانت تصريحاته بشوفها في قمة الصدق والشفافية في أزمة الحضور الجماهيري وقصة ماتش الرجاء ليه؟ لأنها تصريحات مسؤولة ولا بتلعب على وطر يا جمهورنا أنت صح تول الوقت وانت ما بتغلطش وإحنا وراك وفي ظهرك وبنعتذرلك وعايزينك ورانا ولا بتلعب على أن يا جمهورنا أنت غلطان ولازم تسمع كلام الأمن بس لا هي كانت تصريحات مسؤولة أشارت إلى التقصير من هنا أو من هنا أشارت إلى الرفض لأي مشهد جارح وأشارت إلى الرفض لأي خروج عن النص من أي مشجع أشارت إلى عدم التعميم أن الكل مخطئ وأشارت في نفس الوقت إلى أن الكل لازم يكون مسؤول في تصرفاته سواء كان رجل أمن أو سواء كان مشجعا مشجعا بهتافات وبدعم وبابتعاد عن إدخال أي أمور خاطئة أو عدم أو استخدام أو دخول من غير تذاكر أو من غير فان اي دي وفي نفس الوقت إلى رفض أي صورة فيها تعدي على أي مشجع على فكرة ممكن يكون دي بس ملحوظة كده من ضمن الحاجات اللي بتستخدم في التعامل مع الجماهير ممكن يكون رجل مشجع عمل حاجة غلط فيه ثلاث خطوات بتتعمل قبل ما تروح تقبض عليه منها مثلا البصة منها مثلا الاقتراب منه ثم منها أنك تخدم ليه؟ ده علشان ما يحصلش أن الجمهور المحيد يدخل في الصورة فجأة الموضوع كبر رغم أنه ممكن يكون مشجع غلطان على فكرة إنما في النهاية أنا بشوف تصريحات الأستاذ العمري فاروق كانت مسؤولة وتحركات الأهلي في حل هذه الأمور أمور إيجابية جدا تعالوا نروح إلى تونس بما أنه الكابتن نبيل معلول الموديل الفني للتراجي أعلن استقالته ببوست كتبه على الفيسبوك تعالوا نستعرضه مع حضراتكم كتب أتفهم حزن وخيبة التراجيين بعد هذه الخسارة الصعبة وأعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من إدخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة في الفترة الأخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي ولبقية الإطار الفني واللاعبين لعدة أسباب يطول شرحوها في الضرف الحالي لكنني حاولت بكل ما في وسعي من إيجاد الحلول المناسبة وتجاوز الصعوبات وتحقيق أفضل ما يمكن من النتائج لبيت نداء الواجب عندما احتجني فريقي في فترة صعبة في نهاية الموسم الفارض الحمد لله نجحنا في أشياء أخفقنا في أشياء أخرى والإنسان يخطئ ويصيب وتغليما لمصلحة فريقي التراجي الرياضي التونسي قررت الانسحاب وتقديم استقالتي لرئيس النادي أدعو كافة الجماهير التراجية إلى مواصلة الوقوف وراء اللاعبين ودعمهم في بقية المشوار في البطولة والكأس ورابطة الأبطال الإفريقية تراجية دولة دا جاي بعد ثلاث خسائر متتالية إثنتان محليتان وثالثة على ملعبه إفريقية قاسية أمام الأهل المصري معنا على التريفون من تونس الإعلامي التونسي والصحفي عبد الكريم العيدي سيد عبد الكريم أهلا بك زميلي العزيز أهلا وسهلا تحية لك شكرا لك تحية لأستاذ المشاهدين مرة أخرى نكون معك وأنا نكون سعيد بالتواجد معك في هذه الاستضافة مباشرة من القهر أهلا وسهلا أستاذ عبد الكريم العبدي خلينا أسألك على تبعات استقالة الكابت النبي المعلول التي كانت ربما متوقعة بعد الخسارة وربما قبلها وكيف يتعامل الترجي حاليا قبل أيام قليلة من مواجهة الإياب أمام الأهل نبدأ باستقالة نبي المعلول هو نبي المعلول يمكن ما بين القوسين نقوله هرب بجلده أو نفذ بجلده لأن الإقالة كان ذكي وأخذ تقدم بالاستقالة متاعه لإدارة الترجي سويعات ربما أو حتى فترة قصيرة قبل الإعلان على الإقالته نتيجة الهزيمة لقسمة ظهر البعير كما نقول الهزيمة الكبيرة رد الأهلي 3-0 وهي هزيمة غير مسبوقة ثم نتائج عديد النتائج والهزام وتراجع الترجي لمركز غير معهود على مستوى الدوري التونسي المستوى غير المقنع التغييرات يعني وحانة من الجدل حتى انقسام في الجهاز الفني أصبح الجهاز المساعدة للنبي المعلول في خلاف مباشر معه نبي المعلول للتواصل مع بعض المسؤولين في الترجي انقطع يعني كان المفروض أن يغادر إما بالإقالة والاستقالة وهو معناها كان ذكي عندما قدم الاستقالة متاعه قبل أن تتم إقالته نعم ماذا بعد؟ يعني إيه المتوقع أنه يحصل على مستوى مباراة العودة مبدئيا باعتبار ده المستقبل القريب يعني قبل النظر للمستقبل البعيد على مستوى الترجي على المستوى القريب مبدئيا صعب الترجي يعلن أو يعين مدرب قبل مباراة العودة في اللياب ضد النجل الاهدي مبدئيا يعني الترجي قاعد يفاوض حتى ونبي المعلول موجود في إدارة الترجي ترجي قاعد يفاوض في بعض المدربين بعض المدربين التونسيين المتوازدين ونحتفظ ببعض الأسماء لأن هذه المعلومات حصلت عليها معناها كصديق لبعض المدربين التونسيين نأكد بمدربين تونسيين يعني هؤلاء المدربين متعاقدين مع أندية وأغلبهم يدرب خارج تونس يعني من الصعب أن يتم تفك الارتباط بين من سيتفق معه الترجي ويدفع له الشرط الجزائي ويتولى للمهم أكيد بنسبة كبير يعني ليس أكيد سوف يكون بعد مباراة الإياب ضد النادي الأهلي في القهراء التقارير تكلمت على أن الكابتن معين الشعباني ربما أحد الأسماء التي يرغب الترجي في استقدامها وهو المدير الفني السابق المتوج بدوري أبطال أفريقيا مع الترجي هو بالفعل ضمن الاختيارات أو تم التواصل معه؟ فعلا هو واحد من ثلاث أسماء مطروحة لتدريب الترجي أبو عين الشعباني لكن كما تعرف أو لا تعرف كل مدرب عليها هناك من يساند أو يدفع أو يطالب بتعينه وهناك من يعارض يعني كل واحد له اقتراحات والقرار سوف يكون لرئيس النادي في نهاية الأمر يعني وأكيد هو يستشير بعض الفنيين أو بعض قدماء اللعبين أو بعض المدربين الفنيين للأذقام تعني أكيد بشي يأخذ بعض الأراء وصمه معين الشعباني أو يعني هو واحد من ثلاث أسماء موجودة الآن على طاولة إدارة الترجي أو رئيس الترجي نعم من يقود مواجهة الترجي أمام الأهلي؟ سوف يكون المدرب المساعد المدرب المساعد للترجي الرياضي لا أستحمر الأسم أربع هو موجود للمدرب المساعد الذي كان قبل وجود نبيل معلول نعم وهذا المدرب المساعد وقع التهميش والحق يقال عندما جاء نبيل معلول نعم لم يكن له دور أصبح دور ثانوي تقريباً هو اللي سوف يقود للمباراة العودة في انتظار للإعلان على المدرب الجديد للترجي نعم سيد عبد الكريم العبدي الإعلامي التونسي أشكرك شكراً جزيلاً على وجودك معنا وعلى إضافاتك في هذا الإطار طيب خلينا سريعاً أو نكمل مع الأهليين بس سنستعرض معكم أنه كان في من أيام تأرير على قناة الكاس القطرية أنه فيه أو أن حمدي فاتحي يقترب من الانضمام إلى أحد أندية الدوري القطري والأهلي نفى أنه وصل عرض رسمي وهو لم يصل عرض رسمي بالفعل لكن بالفعل فيه تواصل وفيه عرض لم يرقى إلى حد الرسمي وهيحصل أنه يكون عرض رسمي من نادي الوكرة القطري حصلت جلسة ما بين ممثلي حمدي فاتحي ومسؤولي نادي الوكرة القطري بل وفيه وجود اللاعب نفسه علشان يتم الاتفاق على المرتب وعلى بعض تفاصيل العقد أو العرض علشان يتقدم بعدها النادي إلى النادي الأهلي بعرض رسمي بالنسبة لحمدي فاتحي العرض المالي مغري بالنسبة للفريق اللي حصل على المركز الرابع في الدوري القطري وبالنسبة لحمدي فاتحي فاستمراره مع الأهلي برضو اختيار لا يرفضه لكن اللاعب اللي لسه قدامه سنتين على انتهاء عقده الفروق ما بين القيمة المالية اللي بيتقاضاها في النادي الأهلي وكمان بالمقارنة ما بين ما يتناسب مع قيمته هو اللي بيقدمها جوه أرض الملعب والدور اللي بيقدمه وكونوا لاعبا دوليا وما بين اللي بيعرض عليه من جانب نادي الوكرة كبير شويتين الفرق كبير شويتين وبالتالي ده اللي هيكون تحرك الأهلي المقبل إما بتعديل في حالة وصول عرض رسمي وده اللي يبدو قريبا عقد حمد فاتحي أو الموافقة على انتقاله إلى نادي الوكرة وبالتالي سواء باء عارة أو بيع لكن ده اللي هيبقى تحرك الأهلي المقبل على مستوى التفاوض في الأيام المقبلة بالنظر لأنه لما يكون العرض رسمي طبعا طيب النهاردة بمناسبة الكلام عن الأهلي فبروكتش الأهلي وجه له الشكر رسميا مدير الفني لقطاع الناشئين التشيكي الجنسية بعد ثلاث سنوات قضاها مع النادي الأهلي اتعملت له كده حفلة كمان صغيرة بحضور الكابتن محسن صالح الكابتن زكريا ناصف الكابتن خالد بيبو الكابتن وليد سليمان سواء لجنة التخطيط أو شركة الكرة أمير توفيق أو قطاع الناشئين علشان يتم الشكر على الفترة اللي قدمها مع النادي لما قدمه من عطاء طوال فترة التعاقدة هي أن الخبر ده بقاله أكتر من سنة بيتقال سواء بسبب لما كان بيحصل أي حاجة على مستوى قطاع الناشئين أو على مستوى الأزمة المالية وأعتقد أن السبب الحالي هو الأزمة المالية أنه العملة وأنه كمان الأهلي ممكن يتكلم في بديل مصري وهناك العديد من الكفاءات المصرية من أبناء النادي الأهلي وكمان أنه ممكن يبقى فيه اسم مصري ويجيب ناتج مش أقولك أفضل قوي لكن ناتج لا يقل عما يقدمه بروكتش أنه ما طلعش أسماء مثلا كبيرة من قطاع الناشئين في المرحلة الماضية ما شفناش رمضان الصبح تاني ما شفناش ترزجية تاني وبالتالي ده برضو بينظر إليه إلى جانب الأمر المادي إلى جانب أن في أسماء من أبناء الأهلي أبرزهم مثلا أبرزهم وليس الوحيد ولم تحسم الكابتن بدري رجب نجم طبعا الكرة المصرية نجم النادي الأهلي والمسؤول عن إفراز قطاعات الناشئين لسنوات طويلة للعديد من الأسماء ودلوقتي طبعا في نادي الجزيرة الإماراتي وكان صرح أنه عايز يرجع مصر وبالتالي قد يكتفي بسنين الغربة ويعود إلى مصر من جديد طيب بمناسبة كريستو كان في تونس في نفس الفندق منتخب تونس للشباب اللي هيلعب في كأس العالم في الأرجنتين في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو فخلص الماتش مع الأهلي وانضم إلى المعسكر وبالتالي هيكون مع فريق تونس اللي كانوا تأهلوا من هنا من مصر هيسفروا يوم الثلاثة إن شاء الله إلى الأرجنتين لخوض منافسات كأس العالم بالتوفيق للعربي الشقيق المنتخب التونسي بإذن الله لكن بما أننا نتكلم عن الكاف وقبل أن نسيب الأهلي فغالبا هيبقى فيه غرامة بحسب تقارير وردت إلينا من داخل النادي الأهلي مئة ألف دولار على الأهلي بسبب أحداث مباراة الهلال كان حصل اشتباكات ما بين اللاعبين بعضهم وبعض وكان في بعض الزجاجات الملقى من جانب جمهور النادي الأهلي ما كانتش كثيرة لكن المرائب دونها وطبعا فاكرين شكوى الهلال فبالتالي مش معنى كده أن الشكوى كانت صحيحة بكل ما فيها من اتهامات وقتها لكن بالنظر لتقارير المرائب وبالنظر للاشتباكات اللي حصلت وبعض الخروجة عن النص من الجماهير فيما يخص الزجاجات الفارغة وغيرها من الأمور فبالتالي ممكن أنه بحسب معلوماتنا أنه فيه مئة ألف دولار ده رقم كبير على فكرة رقم كبير مئة ألف دولار ده بنتكلم في ثلاثة ونص أو أربعة مليون جنيه يعني وده رقم كبير وفي ظل كمان الأزمة المالية لكن الأقلي بقى عنده ليه فلوس عند الكاف وبتالي بتتسلك يعني بلغة الفلوس طيب خلينا قبل بقى ما ندخل على بعض الألعاب الأخرى لأن فيه تتويجات بتتم وفيه اقتراب وفيه خطوات بتروح وفيه مواجهات منتظرة فيه ألعاب أخرى أقول لكم بس النهاردة بدأت الجولة رقم 28 من الدوري المصري الممتاز وكانت النتيجة تعادل سلبي زي ما بيظهر على الشاشة ما بين سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في استاد القاهرة المباراة انتهت بالتعادل السلبي كانت مباراة حلوة على فكرة يبدو ليك بتعادل سلبي كده لو ما تفرقتش على المباراة ان هي مباراة مملة لكن الفريقين كانوا عايزين يكسبوا لأن الفريقين بالنسبة لهم اتعادل أمر غير مرضي على مستوى موقفهم في جدول الترتيب وعلى مستوى نتائجهما السابقة وبالتالي الاتنين حاولوا كان ناريا ضيع فرصة ممكن تقول جوه الست ياردات أحمد ياسر ريان كان ليه فرصة خطيرة في الشرط الأولاني بتتكلم من ناحية التانية حازم مرسي بالنسبة لفريق غزل المحلة وبتتكلم في صلاح محسن كمان قبل ما يطلع بعد ما كان نزل في بدايات المباراة وخرج عنده إصابة في الخلفية سلامتك يا صلاح بتتكلم كمان في محمد في أحمد الشيخ بتتكلم في محمد برضو بالنسبة لفريق غزل المحلة كان عندهم أكتر من فرصة محمد جابر كان فيه مشكلة عند الفريقين في اللمسة الأخيرة لكن الفريقين كان فيه شغل كويس جدا من الكابتن ريدش حاتا والكابتن معين الشعباني لكن أكيد الاتنين قفشين قوي على اللعيبة دلوقتي إن ولا دا حسم ولا دا حسم نقطة لكل فريق وبناء عليه الاتنين دلوقتي بقى عندهم 31 نقطة سيراميك ريباترا وغزل المحلة في المركز 11 وال13 بكرة بالمناسبة عندنا بقى استكمال للقاءات الجولة رقم 28 عندنا المصري مع الدخلية وعندنا MP مع الاتحاد الساعة 7 والساعة 9 ونص يوم الثلاث عندنا حرس الحدود مع المقاولين سموحة مع فيوتشر لا طبعا دي غلطة أكيد فيوتشر مش هيلعب في نفس اليوم ماتشين وراء بعض بس أقول لكم ثانية واحدة سأخلينا على الشاشة فاركو مش فيوتشر يعني الماتش الأخير ده طلاعي الجيش مع فاركو تمام؟ هتتضبط حالا وهتطلع على الشاشة قدام حضراتكم علشان تبقوا برضو مجمعين معانا المعلومة يعني طيب خليني أقول لكم أنه على مستوى الألعاب الأخرى بس قبل ما سيبها أهي يلا على الشاشة ماتشات يوم الثلاث حرس الحدود مع المقاولين العرب سموحة مع فيوتشر طلاعي الجيش مع فاركو نكمل بقى الماتشات الأربع البنك الأهلي مع الإسماعيلي ماتش مهمة قوي ده قوي يعني تحس أنه ماتش ناري ويوم الخميس الزمارك مع أسوان في الجولة 28 من المسابقة طيب قبل ما نروح على الألعاب الأخرى النهاردة القضاء الإداري أجل نظر دعوة الأهلي لحل لجنة الانضباط ليوم 28 مايو الجاي للاطلاع طبعا كان الأهلي يمقدم شكوى أو دعوة يعني أقام دعوة أنه عدم قانونية تشكيل لجنة الانضباط وبالتالي اترفعت اليوم 14 اللي هو النهاردة والنهاردة اتأجلت اليوم 18 للاطلاع فيطلب بقى من الاتحاد الأوراق ومن وزارة الشباب والرياضة الأوراق ومن الأهلي نفس القصة هتبقى يوم 28 عفوا من الشهر الجاري بإذن الله أنا بس عندي اقتراح قصة بقى كهرباء وقصة رئيس نادي الزمالك خلاص بقى يعني مش هنوعد نأجل العقوبة 30 سنة خلاص يتصلحوا بقى كده وعلى أقل إعلاميا ومش مهم أصلا وجود لجنة الانضباط في الكرة المصرية لأنه الحاجات دي مش مهمة نقضيها إعلام بقى وإعلام الأهلي يهاجم إعلام الزمالك وإعلام الزمالك يهاجم إعلام الأهلي والإعلام الغير المنتمي يتهاجم من الاثنين وخلاص واللي يغلط يغلط واللي يتعاقب يتعاقب كده ما بيننا وبين بعض يعني انطلع إحنا عقوباتنا على الهوة 12 ماتش واللي عايزهم 35 ماتش واللي عايزهم موسم لأنه ده ماتش في يناير والموسم بيخلص هو اتأجل 28 فخلاص ما نعملش عقوبات بجد ما نعملش عقوبات لأنه اللجنة الانضباط بينظر لها باعتبار أنها عدو اللي بيطلع ضده قرار سواء من أهلي أو من زمالك لا يعني إيه لجنة انضباط تطلع قرار وأنا ما قصدش الأهلي بس بحالتنا لكن أنا أقصد أهلي وزمالك أو بقى لما تشكل لجنة تبقى متأكد من تشكيلها برضو طيب خليني أقولكم أنه الزمالك النهاردة كسب وداد سمارة المغربي في ختم الدور الأول من كأس الكقوس لكرة اليد وبالتالي كون العلامة الكاملة هيلعب بكرة إن شاء الله مع كيركوس الإثيوبي مباراة لا تبدو صعبة في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة على ملعب النادي الأهلي لكن في السلة النهاردة سيدات السلة في النادي الأهلي هذا الفريق توج بالبطولة الخامسة هذا الموسم خمسة من خمسة ولم يخسر أي مباراة في الخمس بطولات النهاردة توج فريق سيدات الأهلي على حساب فريق الجزيرة بواحد وتمانين تلاتة وخمسين بنتيجة تلاتة صفر على مستوى التلات ماتشات اللي تلعبت من أصل خمسة ما بيناش محتاجين للربعة ولا الخمسة فتوج سيدات الأهلي بالبطولة بقيادة الكابتن طارق خير برافو ومبروك وهارد لك للجزيرة اللي وصولهم برضو كان أمرا كبيرا لهذه المرحلة الكابتن محمود الخطيب بهناهم كان موجود كمان واللعبات كعادة الفرق الرياضية في النادي الأهلي قامت اللعبات بتسليم الكابتن محمود الخطيب الميداليات بكرة بقى على مستوى السلة برضو لكن الرجال عندنا المباراة الرابعة هتوزع على قناة صدى البلد اتنين ما بين الأهلي والاتحاد الساعة سبعة الأهلي كسب الماتش الأولاني ثم كسب الماتش الثالث وبينهما كسب الاتحاد الماتش الثاني إذا فاز الأهلي غدا توج بدور السوبر إذا فاز الاتحاد غدا إلى مباراة خامسة فاصلة حاسمة يوم الأربعاء بإذن الله تعالوا نشوف التقرير ده بعد فوز الأهلي مبارح في المباراة الثالثة على الاتحاد ونرجع بعدها نكمل مع حضراتكم أخبارنا قبل الفاصل نشكر يعني ربنا على المكسب الحمد لله واللعيبة كترجالة النهاردة بلعب فريق كبير جدا يعني شفت الماتش رفات هما كسبنين فرق 18 وماتش ده أنت كسبت فرق 10 أو 12 الأهلي والاتحاد دايما الفاينال بتاعهم بيمتع جماهير كورت السلة ما فيش ماتش يعني مضمون نبيلنا أيضا حابنا دايش قول مين هيك سبب للماتش هو يعني زي السنفق كده البطولة حسمت في الماتش الخامس فربنا كريم يعني إن شاء الله واللعيبة تقدر تنفذ التعليمات اللي بتاخدها من الجهاز وبنفس التركيز وبنفس الكوة ونفس القلب نقدر إن احنا نجيب البطولة إن شاء الله بإذن الله الحمد لله على المكسب طبعا أول حاجة احنا كنا نزلين مركزين من أول ثانية في الماتش يعني عشان ما يحصلش احنا الماتش اللي فات يمكن يعني كان فيه شوية كده سرحان في الأول والله اللي خلهم يطلعوا علينا وفضلوا مسكين في الماتش فإحنا الحمد لله نهاردة نزلنا مركزين جامد في الدفاع خصوصا يعني والحمد لله يعني خدنا ليد من أول الماتش وفضلنا محافظين عليه وقدرنا نكمل ونفضل محتفظين بالفرق يعني طول الماتش الماتشات كلها طبعا صعبة جدا هم أكيد هينزلوا مركزين وعايزين يعني يكسبوا طبعا بعد الخسارة بتاعة النهاردة فإحنا يعني إن شاء الله احنا يبقى الدفاع بتاعنا أقوى وإحنا ننزل مركزين نفس التركيز بتاع النهاردة ده في الدفاع وهو ده اللي هيكسبنا إن شاء الله طيب سريعا جدا خذونا نستعرض مع حضراتكم بعض الأخبار العالمية النهاردة نبدأ بالمتوج خلاص توج توج صح مظبوط برشلونا بطلا للدوري الإسباني بعد الفوز على إسبانيول النهاردة بنتيجة 4-2 في ملعب كورنيلا ضمن منافسات الجولة 34 ليبندوفسكي وأليكس بالدي وليفا من جديد في ظرف 40 ديها كانوا مسجلين سلاسية كوندي اختتم الرباعية بالدية 53 لكن في آخر بقى المباراة 73.92 خسيلوا وبوادوا سجلاء هدفين لإسبانيول فبرشلونا لم يعد في حاجة إلى باقي المباريات ليتوج بل توج بالفعل باللقب رقم 27 على مستوى الدوري وهو الأول منذ عام 2019 بطلا للدوري الإسباني دي البطولة التانية لتشابي بعد السوبر الإسباني بيتوج الآن بطلا للدوري ودي طبعا طعمها بيكون أحلى بكتير لأنها برضو على حساب ريال مدريد لكنها على مستوى النفس الطويل بتبقى مهمة وعودة للتتوجات هذا الفريق لم يستقبل سوى 13 هدفا منذ بداية الموسم في الدوري اشتري اشتجي انحق 25 كلين شيت متخيل من كم مباراة من 34 جولة ممكن يكون من شوق ملعبش كلهم كمان لكن يعني أرقام كبيرة قوي هذا الموسم ولقب مستحق وريال مدريد كده كده من نص الموسم قالك إيه خلينا في أوروبا دي بتاعتنا ودي اللي احنا قادرين عليها يا ترى إيه اللي هيحصل بقى في الماتش بتاعيوم الأربعة لأن مانشستر سيتي عادة إلى التوحش من جديد ما ومش سهل يتوحش قدام الريال النهاردة رح كسب إيبرتون بثلاثية دون مقابل وبرضو كانت البداية بدري بدري جندجان في مرحلة النار اللي بتطلع من بقه سجل هدفين وصنع ثالثا وده للماتش التاني برضو كان مسجل جولين هالند طلب بضرب الجزاء لكن لم يحصل عليها قلت بقى هيروح سيبقى الجندجان تاني وهنعيد نفس سيناريو الماتش اللي قابله بتاع ليدز لكن اللي حصل إنه النهاردة سجل هدفا بالفعل هالند برأسية من عرضية جندجان لكن الجول الأولاني وصل الى هدف 36 على فكرة هالند الجول الأولاني بتاع جندجان ده التاني بقى الأولاني السلام لو معنا صورة ليه حتة جول مش منطقي أصلا يعني هو التوقيفة برجل واللفة اللي هي بالرجل دي دي تجيب مذلقات اللعيب مثل واحد ما بيلعبش كرة بانتظام ورايحها بقوة وكأنه مواجه للمرمى ده بضهره لعبها بضهره بعبقرية لعيب هو أو دي بروينا لمستهم سحرية سحرية بصراحة يعني لكن جول حلو قاموا من جندجان الجول التاني بقى شوفوه لمنشستر سيتي واقترب خطوة جديدة من حسم اللقب ليه؟ لأن أرسنال اللي بقى سابق بمباراة خسر من برايتون بسراسية دون مقابل النهاردة ورغم أن الشوت الأولاني كانت ندية واضحة لكن الشوت التاني برايتون كان الأفضل وفاز فريق أتسربي بنتيجة ثلاثة دون مقابل علشان يبقى الفارق أربع نقاط لصالح منشستر سيتي ضد أرسنال بل والسيتزنز مباراة جديدة متبقية كي يتعدل في عدد المباراة فوز كبير لبرايتون وأرتيتا قال إن إحنا يجب أن نعتدر لجمهورنا قال حسابيا لم تنتهي المسابقة لكن لجم أن نعتدر وهي موسم ما قدرش أصفه بالفاشل لأرسنال لأنه ما كانش حد متوقع إنه ما يوصلوا لكده بالعكس هو موسم نهاياته كانت حزينة جدا وفي ظرف أربع ماتشات متتالية فقد اللقب منهم مباراة المنافس المباشر منشستر سيتي لكن برضو إنه لو بصت كده للموسم من بره بعد نهايته هتسقف لأرسنال هم تعادلوا قدام ليبربول وقدام وستهام وقدام ساوس هامتون وخسروا من السيتي الأربع ماتشات دي بوازت الدنيا تماما لكن بعد الموسم ما يخلص كده هتسقف لأرسنال وتقول برافو اللي عملوه أرسنال وإن كان هتقول مش سهل نرجع تاني لهذا الحلم لكن لازم يبنوا عليه هيبنوا عليه إزاي هنشوف لأنه أرتي تعمعها برضو فريق شاب مع تدعمات بسيطة على مستوى الدكة كمان تتأقل الفريق ممكن ينافس على لقب الدوري في السنوات القليلة المقبلة وهنشوف بقى بدوري أبطال أوروبا كمان لأول مرة من 2016 2017 يعني هيرجعوا لبطولة غابوا عنها أكتر من سبع سنوات فبرضو وحمد الله على السلامة لعملاق إنجليزي اسمه أرسنال في البطولات الأوروبية لم يتوج بها سابقا لكن كان قريبا في فترات سابقة من التتويج باللقب الكابتن محمد عادل كان حكما في لقاء الزمالك والإسماعيلي وكانت له العديد من القرارات الجدلية في اللقاء سواء في هدف الإسماعيلي الأولاني سواء في قرارات بخصوص محمد صبحي وربما ضرب الجزاء استحقها الإسماعيلي في هذه اللقطة وبعض القرارات الأخرى هيدير مباراة تنزانيا والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا وطاقم التحكيم المعاون له هو كالتالي الكابتن يوسف البساطي وسامي هلها المساعدين والكابتن محمود ناجي حكما رابعا طاقم تحكيم محترم نتمنى له كل التوفيق بإذن الله في اللقاء المقبل تنزانيا والنيجر لمعلوماتكم في الدوري بما أننا لسه عرضين يعني الماتشات الإسماعيلي حرس الحدود والمقاولين هتتقدم 24 ساعة بقية الثلاث بدل الأربعاء الساعة خمسة يوم الثلاث بدل الساعة سبعة يوم الأربعاء ليه علشان في مدربين عندهم دورات تدريبية فده الوقت المناسب ماتش الإسماعيلي والبنك الأهلي بقت استامنى مساء بدلا من أن هي تتلعب في توقيت بدل كده أسوان والبنك الأهلي اتنقلت ملعب السلام بدل استاد القاهرة الدولي بناء على طلب النادين دي كانت أخبارنا ودي كانت بعض المعلومات اللي عندنا سواء محلية أو عالمية بعد الفاصل بقى المخضرم الكابتن علاء نبيل هو ضفنا في الماتش ولكن قبلها تعالوا نسيبكم مع هذا التقرير من بطولة أفريقيا للشترنج المقامة هنا في مصر وبعد الفاصل نلتقي خليكم معنا في الحقيقة البطولة كانت هذه من أقوى البطولات الإفريقية لأنها في مصر يعني جميع الكل يعلم أنه مستوى الشترنج المصري هو الأول إفريقيا وكان يعني جميع اللاعبين المصريين سواء فتيات أو في الظكور حاضرين والحمد لله يعني من الجهة التقنية أو المستوى يعني هذه أقوى بطولة يعني طبعا بطولة أفريقيا السنة دي كانت من أقوى البطولات في الفترة الأخيرة تنظيم طبعا البطولة في مصر بيسهل للدول كتير لأنها تشارك طبعا معظم الدول الأفريقية كانت مشاركة بأقوى لعبين عندها إلى جانب مشاركة أقوى لعبين المصريين ممكن كانت في 40 لعب من مصر مشارك ده طبعا أضاف كتير كوى للبطولة المنافسة كانت قوية الحمد لله أكيد كنت أتمنى أن أنا أحافظ على اللقب لكن الحمد لله قدرت أن أنا أفوز بالمدالية البرونزية نسكر ربنا يعني اللقب ما تلقاش بره لمصر الحمد لله فأسبيل أستاذ الدولي كبير من مصر أدهم فوزي ببريكله طبعا وهنية على الحصوله على اللقب الأول المنافسة كانت شريسة من كل اللاعبين لأنهم جاءوا كلهم محظرين وكان كل ماتش كان صعب وكان لازم فيه التحضير وكان لازم فيه التركيز وحمد لله يعني استطعنا الفوز الحمد لله بطولة أفريقيا للشطرانج فرد رجال وسيدات دي بطولها مؤهلة كاس العالم اصرفنا قبل كده 2015 في القائرة والمرة دي بنصرفها في الجيزة 23 السنة اللي فاتت كأخر نسخة في نيجيريا شارك فيها 79 لعب من 16 دول احنا السنة دي عندنا 103 لعب ولعبة من 22 دولة وده رقم قياسي في عدد الدول وعاد اللاية الحمد لله بطولة نكحة تنظيميا وفنيا البطل بتاعنا فيه بطل جديد من مصر كابتن أدم فوزي بساز دول كبير وشرفنا وكسب البطولة واتأهل بطول الكاس العالم بالنسبة للشطرانج مش بخطة سابتة ده خطة أسرع من الأول طبعا ده دعم من رئيس الاتحاد ومجرس دارة الاتحاد بحس ان البطولة دي كان فيها أكبر كم عدد من المشاركين في البطولة حوالي 23 دولة أفريقية في 136 لعب والحمد لله كانت المنافسة قوية وربنا وفانا ان البطل مصري بطولة أفريقيا كانت نقلة كويسة جدا 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 خاصة للناشئين عندنا بنوريهم ازاي يعني النهاردة أدهم فوزي لعب أول مرة يحصل على بطولة الأفريقيا كان قبل كده بيسم أحمد عدلي يعتبر يعني أدهم فوزي ده حاجة كويسة جدا جدا بالنسبة للناشئ لكل مثل زي ده عنده يعني عنده أعتقاد إن شاء الله لو احتك في بطولات زي ده لقدر يحقق مكاسب إن شاء الله الموضوع مش حكر على حد بعينه أو بشكله يعني طبعا المنافسة من مصر قوية جدا سؤال لعيبة المصريين بتوعنا كابتن باسم كابتن أحمد وكابتن عبد الرحمن ومن بره مصر كانت أصعب منافسة كان لعب جزايا إزري اسمه بلال لعب قوي جدا وسوز دولي كبير برضو فلا دول أظن أكبر دولتين كانوا مصر وجزايا بشكل كبير سعيد بالتنظيم اتحاد الشترانج لبطولة الشباب الفاردي الشترانج النهاردة فاز فيها سواء على مستوى البنين أو البنات النهاردة اثنين مصريين سواء في المركز الأول أو المدينة البرونزية أو المدينة الدهبية التنظيم كان رائع جدا جدا شارك في البطولة حوالي 15 دولة أفريقية مختلفة ده بيدل طبعا أن بلد مصر بلدنا بلد الأمن والأمان الناس كانوا يمكن بيجوا من فندق جنبنا جنب النادي فندق جنب النادي الآن يمكن ماشي في 10 دقائق كل الناس المشاركين أشهدوا بالتنظيم اهلا بحضراتكم مرة تانية اليوم الذي نحبه جميعا كل فريق عمل البرنامج في الماتش بيحب هذا اليوم لما بيكون نظفنا هو المخضرم الكابتن علاء نبيل نجم الكرة المصرية ومدرب منتخبنا الوطني الأسبق فأهلا بيك كابتن علاء أهلا بيك يا أنا أهلا بيك منعور الدنيا كله الله يخليك طبعا في البداية بس أحب أقدم خلص العزاء لسادة النائب محمد أبو العنين في وفاة الحج أحمد أخوه الله يحبه الله يحبه الله يحبه الله يحبه ويصبر أهله ويغفر له إن شاء الله ويلغب أهل الصبر والسلوان إن شاء الله ما نعزكش في أي غالي يا رب وربنا يجعلها آخر الأحزان وانتلمدنا برحمته جميعا بإذن الله يا رب طيب في ملفات كتيرة قوي جاهز نتكلم عنها جاهز طيب هبدأ الأول بملفي أخصك بعد تقريبا كده نهاية الموسم على مستوى قطاع الناشئين في نادي زد إيه تقييمك للعمل اللي قدمتوه لا قدمنا الحمد لله لنا من الأندية الأوليالة اللي شاركنا بجميع المسابقات الجمهورية والحمد لله نتائج كويسة يعني 2003 الرابع هي بس 2005 اللي يعني عانت شوية بل صلوف يعني كان فيه سوق بخت كبير بصراحة 2006 ولا الفريق نفسه ده على ده ده على ده ده على ده تمام 2006 خدت البطولة الحمد لله فرق بينه بالوراية 12 بنت 2007 2005 2008 2003 فأنا النهاردة في بدايتك من سنتين أوصل المرحلة دي الحمد لله راضين تماما بغض النظر عن المواقف والمراكز هجد إلا أنا عندي كرة لعيبة الحمد لله كويس بنحاول نطور كمان أما سيستم منظومة يعني بسم الله ما شاء الله يعني حاجة تفرح أيها ومهتمين بكل صغيرة وكبيرة اللي احنا نوصل بأكبر عدد ممكن من لعبين المستوى الاحتراف الخارجي ودي منظومة جميلة جدا يعني ربنا يوفقك ويكرمك دايما بإذن الله الله يخليك عقلية محترمة ورؤية دايما ساقبة كرت العب الحمد لله الحمد لله طيب النهاردة بدأت الجولة رقم 28 من الدوري مباراة واحدة ما بين سيراميك كريباترا وغازل المحلة والكل اتفق ان الاتنين ضروا بعض اتنين حلوين لا حقيقة كان مباراة حلوة كان مباراة حلوة قوي رغم ان هي صفر صفر لو بستطلها ما بعيد كانت تقول دي كانت مملة ولا ايه بس هي كانت مباراة ما ليانا مرعش كده بقولك حلوين اه والله يعني مباراة قوية صح الاتنين عندهم هدف الفوز مفيش حد بيدافع لا الاتنين بلعبوا على المكسب فيه روح في الملعب فيه جوان ضاعت كتير انتعارب برضو الوصول للمرمى بيدي برضو الشو للمباراة فاعتقد اللي المباراة قوية بس يعني كانت هتبقى احسن لأي حجم فلين يكسب صح بس هما يعني انت قسموا النقطين وخلاص ضروا بعض ضروا بعض ضروا بعض رغم بحث كل منهما على الانتصار شفت زي المباراة كل وايه اللي لفت نظرك سواء في سيراميك ريبوترا او في غز المحل اه لفت نظري بعيد عن حالة الفنية اللي انا النهاردة البديل اللي ينزل ياخد راجل مباراة اه يعني اولا اللي قابله اللي هو محمود ده زلكة اتصاب وقبل ما اتصاب كان عامل جيم هايل اه اول ربعة ساعة اه وكان بيشد الفرق او كان بيوصل للجون وعمل ازعاج غير طبيعي مظبوط واصاب في الخلفية ونزل مكانه الارموطي تمام بسم الله ما شاء الله لعيب امكانياته عالية جدا درجة اللي هو خد راجل مباراة فانت النهاردة عندك اتنين مميزين جدا جدا في هذا المكان ده فدي حاجة كويسة جدا تمام وبتحس ان الاتنين عارف يا هاني ايه واحد لقى فرصة اللي هو بيلعب عايز يزبط نفسه اي عشان كده على فكرة الخلفية ممكن تيجي من التوتر اللي هو فيه عايز يزبط عايز يزبط تمام والتاني هي هي كرة كده جات له فرصة اللي هو لعب وبرضه وطأ الله تمام ماتش سيراميكا النهاردة لو كلمت عن فرق السيراميكا الملعب عامل كده الجنب اليمين هو اللي شغال الشمال ما اداش عشرة في المية من اللي ادهه الجنب اليمين يعني المعظم الهجمات والتاكتك اللي كان موجود فيه سيراميكا كانوا على ناحية اليمين هل دل ان المحل على الجانب الاخر كان لعبوهم على شمال سيراميكا كليوباترا فكانوا الجابها دي متعطلة هجوميا بتاعت سيراميكا؟ وارد وارد بس لا بس كان ممكن في بعض البواقف كان ممكن الفروق الفردية كانت ممكن تعمل شغل فهم ما اعتمدوش ما اعتمدوش على دي لكن بصراحة الجانب الايمن اللي فرق السيراميكا النهاردة اديها العلامة الكاملة هجوميا ودفاعيا بس في اهداف النهاردة غريبة ضعت من فرقتين ايه اكتر فرصة استغربتها؟ تاعت كناريا كناريا العرضية من اليمين تاعت محمد ابراهيم في السكس يارد دي جون فوق العرضة وناس تقول كورة احمد ياسر انا بتاعت شرط الاوران اللي هجلتوا بالعرض وحطها بس على فكرة ما اعملها شغل لعيب كبير الفينيش اللي عملوا ما اعملها شغل لعيب كبير بس هي الزبطة يعني هي الدقة في الزبطة نفسها اللي بس هي لها جات جون كان هيبقى جون كبير يعني حد لعيب قوي يعني بس في جون ضعت ومنهم في رأسية حزم مرسي عرضية ممتازة وعدت من دفاعات سيراميكا وهو دخل برأسية لكن كانت تنص الجول لو كانت في اي زاوية كانت تبقى خطيرة جدا بس انت بتتكلم في ملكة الرأس يعني موهبة لكن الرجل بتبقى اقوى شوية يعني جون فاضي لكن طبعا اجوان كتيرة ضعت النهاردة ماتش اعتقد اللي هو يعني انا اعتقد اللي هو كان ماتش اه يعني استمتعت فيه فعلا صح طيب الماتش ده بنبدأ به الجولة رقم 28 في الوقت الصراع شارس على مستوى القاع ومحاولة الابتعادل اسماعيلي كسب الزمالك فتحسن وضعه هسألك كده الاول نظرتك للمباراكة يتعامل ازاي ابي ما تكلم عن موقف الفريقين والمباراة بتفاصيلها لا برضو تحسن ان اسماعيليا نازلة عايزة تكسب في دافع في روح في اداء من اللعيبة في روح قتالية في المباراة اه يعني مش عايز حد يزعل مني لكن عكس نادل زمالك عكس نادل زمالك اه نادل زمالك لا انبرح فرقة بلا هوية بلا بلا انياب بلا هدف يعني لولا اللي انت قاعد بتتفرج على مباراة الزمالك والاسماعيلي لو انش عارف لو اي حد يفتح تلفزيونه ولقى حتى زمالك بالزيت اللي هو الونفورم الزيت الجديد اللي لابسه ما يقولش ده زمالك واتمنى اللي هو الفترة اللي جاي دي ادام فيه فيه حاجة فيه دروب فني اه يبقى خليه بالتشيرت اللي هو بعتاد عليه ليه يا كبت لا بتدي بتدي انطباع تاني خالص اه انبرح الناس كل حاجة غريبة اه اداء غريب اه انعدام روح انعدام روح التشيرت جديد بالنسبة لهم اه يعني انبرح الناس خارجة مزهولة ايه هو دي زمالك يعني لو شيلت شكبالة بره وزيزه بره وتقوله مين الفرة دي اه اقبلك ف اه لكن اه زمالك لازم ميقفوا مع نفسهم لأ بش ده اداء نادي زمالك بالمرة خالص يعني اه في حاجة اش مصبوطة حاجة على مستوى اللاعبين ولا على مستوى مدربهم بصة اه ولا الاتنين هو سؤال مهم جدا وحلو جدا اه احنا غيرنا كم جهاز لنادي زمالك هادا الموسم فريرة كابتن قسامة نبيه كابتن متحر عبدالهادي الاتنين مؤقتين وأخيرا أسوري ودلوقتي النتيجة ايه واحدة في تغييرات في مندير الكرة وفي تغييرات وفي تغييرات وتغييرات لكن مين اللي ثابت اللاعبين يبقى لازم تقول اللاعب تمام لازم تقول اللاعب يعني انتو غيرتوا يعني ناجة زمالك غير كل حاجة في أجهزة من 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 بلاس بقى بصراحة يعني في حساب عسير لعيبة جت ليس لها دور في نادي الزمالك من اللي جاب اللاعب دي طبعا من اللي جاب اللاعب دي لازم تتحاسب اللاعب ولا اللي جابهم اللي جابهم مين هم اللاعب الأول بدون زكت الأسباب لأنه مهم جدا أعرف برؤيتك مين اللاعب اللي شايف إزاي بيقدم المستوى ده مين اللي جاب سامسوند مين الدور الفرنزويلي وهو من البنين يعني مش اللاعب الواو المبالغ اللي دفعت دي المبالغ اللي دفعت دي كان ممكن تدفع في لعيبة زو قيمة لكن أنا شايف مفيش واحد في نادي الزمالك جيه ودفع فيه فلوس فاد نادي الزمالك ما زال الزمالك هو وزيزه ونبرة واحد شيكابالة براغبه وكبر سرنه هو الاتنين اللي في الملعب الباقي كله إيه تغييرات المراكز اللي بتحصل دي وإلا إلا يعني مش عايزة أقول بس كل واحد اللي يوجد تنظر لكن في حاجة في الملعب تغيير مراكز فيه تأليف أي فيه تأليف في التاكتك في التشكيل لكن طبعا النتائج غير مرضية لجماهير الناس زمالك بالمرة يعني غير مرضية آه طبعا الآن الواحد بص هاني الواحد بيسعد لما يلاقي النادي الأهلي ماشي كويس يلاقي النادي الزمالك ماشي كويس بيرامس بينافس فيوتشار بينافس آه اللي اسماعيدي خرج من كابوته حاجات دي كلها بتسعدك لكن انت النهاردة لما تلاقي الناس اللي انت معتمد عليهم دول في رايحين في سكة مش مش كويسة لازم توجه النصيحة هجماعة فيه حاجة بيش دي في الوقت الزمالك بالمرة طيب الزمالك محتاج موسم انتقالات صيفي واسع على مستوى الداخلين والخارجين طبعا باللجنة لها القدرة والعين والكفاءة لها تعرف فين الدفوهات وإيه اللي نجيبه عشان الدفوهات دي تبقى ما يبقاش عندنا دفوهات يبقى فيه حاجة لعيبة كويسة تجم الموسم يبقى فيهم نفسه فيه فيه في الحاجات دي كلها لفيه لعيبة لازم يتبقاش موجودة وفيه لعيبة لازم بقى تختار اللعيبة الصح فالدنيا مش حلوة المدرب بتشوف ازاي الافكار اللي بينفذها بتشوف ازاي يعني هو بيفاجئنا بطريقة اللعب بيفاجئنا ببعض اللاعبين في مراكز مختلفة بتشوف ده ازاي كالتنعلاق؟ فاكر لما استطفتني قلتلك صديق لي قال لي هتشوفه حاجات صح ها اه هدينك تشوفه مستغربه؟ اه مستغربه طب ايه اغرب القرارات اللي شفتها في اسورية؟ يعني مبارح مثلا ملاعب حسيم عبد المييد ملاعب الديفندر مبارح اه اه مش مكانه يعني اه يعني تغيير المراكز معروف بس انت التغيير المراكز ازاي بقت موضة دلوقتي اه تغيير المراكز ده في اوقات اللي انت بيبقى عندك مثلا في الجنب اليمين فلان او فلان وانتنين عندهم مشكلة فبتطرر انت تحل من جوه الملعب اه لكن مش تبقاش العمليه بقى عندك موجود ده وتروح عامل تأليفه وجايب واحد ده مكان ده اه لا اللاعب بيظهر فيه البوزيشن بتاعه عشان لما تيجي تحاسبه هاني تحاسبه انا انت بتلعب ايه بتلعب باكي مين عملتلي كام اوفر غطيت كام كوره طلعت كام كوره خطر اه اه عطمتل جوه عملت كام شط عجون حسابات اه وخبالك لكن انت نهارده بتلعبه مساك مكان بشي بتاعه هتحاسبه ايه باكي ده مش مكاني اه تمام فاعتقد ان فيه بيكون ايه اللي في باله المدرب اللي بيعمل كده ده مش واضح انه هو بيحل مشكلة ده واضح انه هو بينسف افكاره بيبدأ بأفكار جديدة ايوه هو بيقول انا جاي بفجر جديد لكن المدرب القوي اللي هو بيمر بالفترة اللي هو فيها وبعد كده يعمل هو عايزه اه فهمني يعني يعني يعدي ويخلي الناس تقتنع عشان ايوه عشان لما بعد كده يعمل حاجة الناس تقتنع يقولك لا لا الرجل ده عمل كذا كذا وله فكره الحاجات يبقى ليه سند ايوه لكن مجيش انا في التوقيت ده اعمل المشاكل دي فيه قلق على اسوريه نفسه من مين عدش عارف من مين حلوة حلوة الاجابة دي لاندي هتودينا على سؤال عن الوضع العام داخل نادي الزمالك شوفنا مؤتمر يوم الخميس لرئيس نادي الزمالك قال صادر قرار بعزلة من جانب وزارة الشباب ورياضة هو اتكلم على انه خلاص هيسلم ما وصفها بالعزبة ردا على وصفها الناس بتقول ان هي عزبته وقال ان هو هيمشي قال ان ابنائه هيمشي قال ان مجلس الادارة هيمشي ده كلام احمد مرتضى منصور واتكلم على صعوبة الوضع وان الزمالك مقبل على كارثة في اطار العديد من التصريحات اللي اتكلم فيها ابرزها يعني ان الزمالك في وضع صعب جدا بتشوف ازاي حال النادي اللي اتكلمت من شوية في انه بتفرح لما بتلاقيه في مرحلة نجاحة انه في مصلحة الكرة طبعا والله بص الامور الادارية دي يعني الواحد تعلم بقى اللي هو ايه يعني مايتدخلش فيها ليه لان محدش بياخد الكلام الا على هوته هو لما تيجي تقول حاجة اصلك انت بش عارف ايه اصلك انت بش عارف بتفكر فيه اصلك انت بتنتمي لفلان مشاكل الدراء دي لابد من ان الدولة يبقى لها دور كبير جدا لانه نادي الزمالك نادي جماهيري كبير وزو نادي عريق وليه جماهيره وليه شعبيته كبيرة في مصر لابد من الدولة تتدخل لان ده منظومة كبيرة اه لازم في اسرع وقت تتعرف مين اللي بيدير نادي الزمالك ومين اللي هيدير نادي الزمالك ومين اللي هيبقى الممول لنادي الزمالك لان فيه انا سمعت واحد عندنا مدرف من نادي يعني شغال معانا من نادي الزمالك يعني بيقول لي كان فيه فوج بين班 في مرصة مطروح مفروض ييجو مايفش عارفات راحد ولا حد يبقى توم عربيات الهما كان في فوج ييه منين من مرصة مطروح فوجة من الوما هم الأعضاء من الأعضاء يعني وفي فوج رايح ما فيش عربات جات هنا ولا هنا طب الوضع ده إزاي يعني إزاي يعني فوضع مش عايزة تتطرق ليه لكن الوضع صعب جدا مش مش ظريف يعني وهو أنت أشرت لنقطة مهمة جدا كانت نعلاق وهي فكرة أنه ضرورة التعجيل باتخاذ القرارات لأن كل يوم بيعدي هو وضع بيزيد المأساة اللي جوه نادي الزمالك وبيزيد الصعوبات وبيزيد الوقت اللي هيستفيق في نادي الزمالك بل وممكن يؤدي إلى ما هو أصعب أو أعمق من الفترة اللي فيها الزمالك طبعا طبعا تبتفضل إزاي من الحاجة بتبقى سيبة 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 وبعد كده بيحصل انفجار مش عايزين نوصل للحتة دي إحنا ممكن إحنا لابد من يبقى فيه بقى حكماء وقرارات تطرع لأن ده نادي كبير عريق لو وقف علي ولا وقف عليك ولا وقف علي حد لأندي كبير فأتمنى أتمنى للحالة الطبيعية ترجع تاني للنادي الزمالك طيب خلينا نسيب الزمالك شوية ونروح للأهلي الأهلي كسب الترجي بسلسية دون مقابل في زهاب نص نائد وريأبطال أفريقيا شفت إزاي النتيجة والأداء اللي قدموا الأهلي هناك طبعا كما أكسب في دور قبل النهائي أو يعني المباراة اللي هتوصلك للنهائي بتكسب الترجي التونسي فيه الترجي أنك ثلاثة دي كبير آه طبعا ده غير اللي جوان اللي ضعت آه غير اللي جوان اللي ضعت غير الثقة اللي أخذها لعبت النادي الأهلي النادي الأهلي في تصاعد في تصاعد فني وبالذات لو جيت مثلا بطولة الدوري مثلا ممكن يقول مستوى ثابت لكن في أفريقيا لا في تصاعد بداية من مطش الهلال وسانداون بتاع النهار ده لأنادي الأهلي فيه كيرف بيعلى تمام صح فالأداء كويس اللعيبة عندها هدف بتلعب عشان خاطر عايزة توصل لحاجة معاناة ودي حاجة كويسة على الفكرة ده بيبقى لك معدن اللعب اللي هو فعلا بيحب ناديه بيحب جماهيره بيحب اللي هو يعمل حاجة لناديه وجماهيره ونفسه واللي قدرته فأعتقد ان النادي الأهلي بأمانة يعني الفترة الأخيرة لا فيه فيه روح تانية خالص الراجل برضو بدأ اللي هو احنا برضو نفاكر لما كنا بنتحسب بالقطعة لأ ده الراجل مش عارف ايه لأ ده الراجل ايه أعتقد ان الراجل النهاردة وصل برضو الى لأ يعني الأمور اتضحت تماما قدامه بأعرف ماسك أدواته كويس ماسك أدواته مين استمر معاك كويس مين اللي لا مش قلق منه مين اللي يسلح للمباراة دي مين اللي يخد بالك بدأ التغيرات بتاعتك تبقى مميزة جدا واخد بالك فدي كلها علامات مصحوبة بايه بفوز بنتائج هل الأهلي ترى الأقرب لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا السنادي في الظل مستوى ومستوى الأندية الثلاثة الأخرى ولا مين أكتر الأندية اللي ممكن تعاند الأهلي في السعي نحو التتويج خلينا نبقى أمنا النادي الأهلي بنسبة 95% وصل للنهائي النهائي تمام بس خلي بالك بيش هيكسبه النفس النتيجة اللي هناك يعني برضو التراج برضو فرقة بيش سهلة يعني برضو هتلاقي مثلا النادي الأهلي يكسب واحد اتنين لكن عشان توصل اللي حصل في التراج بيش يحصل تاني تمام ليه الفرق لا النادي الأهلي كان واقف على حيله وبعدين الفرقة الكبيرة دي لما بتلاقي النتائج السلبية اللي حصلت له والرجل اللي حصلت له واستخار المدير فني فبيحاول هو يثبت ويعوض اللي حصل هو جاي عارف لو يتغلب بس ايه ليقولك لا أظهر مفهوم ما أظهر كويس أنا أتوقع سلاسية أخرى إن شاء الله لله سلاسية أخرى ها لا ما حيكسب النادي الأهلي مفهوم فاهم وجه النظر لكن بتشوف إن النتيجة كبيرة قوي على أن تتكرر آآ آآ تتكرر أنا بشوف إن هي هتتكرر بنفس النتيجة خلا شاء الله شاء الله شاء الله شاء الله شاء الله خلينا نشوف الأسبوع اللي جاي طيب على مستوى بعد مرحلة النهائي إن شاء الله بعتبرها إن بنسبة 75% هتبقى هيبقى نهائي أفريقي قوي 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 ليه؟ بالنسبة 90% وصلة نهائي رغم الصفر صفر في المغرب بالصفر صفر في أرض المغرب وبتسعى أو عشر لعبين مش بتسعى التسعى ده في الآخر في الآخر خارس آآ آآ لكن بتلعب بعشر لعبين محدش يفكر إن الفرقة دي نقصة واحدة حقيقي حقيقي بدنياً وفنياً صح خص آآ للمنافس دي يعني هتبقى شي دي يعني ماشي متوقع بالمرة مبارح فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد كان لعب على حتة أهم سلاح عند سان داونز اللي هو العمق كان موقف لهم خمس لعيبة في العمق كده مدايق خذوا الأطراف لو عايزين نلعبوا عليها لكن العمق مش خليك تلعب من أخطر حتة عندك فكان مصعبها عليهم فالفريق كانت مبارحة مقفلة في أغلب فتراتها باستثناء آخر ربع ساعة رجع بقى خلاص سان داونز وقال لك إلعب إنت الكرات العالية بتاعتك وإحنا هنرجعها كان متش مقفل وكانوا درسين بعض كويس درسين وعطقت برضو يعني ولازم اللي جهاز الفني النادي الأهلي برضو هيدرس سان داونز كويس وبعدين هو بش جديد عليهم أو لعبه مرتين صح يعني هنا وهناك انت بتكلم في النادي الأهلي في مشهور البطولة تغلب تدخل فيه تمن تجوان منهم سبعة من سان داون خمسة هناك واثنين سبعة من تمانية وكون بتاع الهلال تمام فأنت النهاردة ما اعتقدش اللي تقع في نفس الأخطاء استحالة استحالة كلعيبة وكجهاز فني إيه هي الأخطاء الأخطاء اللي انت أولا لازم تعرف قوة المنافس كنت حسيت أنه لم يقدر قيمة المنافس طبعا طبعا عندهم حتة هجومية هاني مميزة جدا عندهم قوة هجومية بيعرفوا يجيبوا جون ووصلوا له الجون صح وحافظين أماكن بعض وتحركات وقوة والتحامات قوية بالنسبة لهم وصرعات ولا لا 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 بص سان داون دي فرقة أوروبية داخل أفريقيا يعني سان داون دي مدرسة أوروبية داخل أفريقيا أي البنكس جنوب أفريقيا يعني اعتبر انجليز يعني تمام فمباراة ممتعة يعني هيوصلوا تنتظر نهائي ممتعة نهائي ممتعة بس أنا أتوقع النادي الأهلي بأمانة يعني هيبقى ندي قوي 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 في المباراة اللي هناك اللي هناك لو قدر النادي الأهلي يفوز على سان داون زينة أقول لك هيوصل هيقض اللي أبو هي هتبقى معركتين كرويتين تسعين ديها هنا وتسعين ديها هناك تحس ان الحسن ما تعرفش تدي أفضلية شوف نسألة اللي فاتت لما عدنا فاكر مطش النهائي كان ما بين الأهلي وال اللي هو تلعب في المغرب الوداد تمام وقلنا إزاي ولازم تلعب مطشير رايح جاي وشعري فيه بتاع وعلى السنة دا عملها كيه يذهب وإياب وكنا خلاها مطش واحد فأرض بحيطه خلاص بهم عملوا عشان يحلوا أزمة ايه المسألة اللي فاتت اللي حصرت أو اللي منعت اكرارها من جديد الحالة الفنية اللي فيها لعبت النادي الأهلي وحالة الانتصار الانتصارات اللي موجودة السوبر وبعدين المبارات الترجي أعتقد أن النادي الأهلي بيعيش يعني فترات جميلة جدا ويستحقها بصراحة وإن شاء الله يا رب يا رب يبقى الانتصار ليهم ويفرحوا جمهورهم ومصروا كلها بصراحة إن شاء الله إن شاء الله اتكلمت في بداية كلامك عن ماتش الترجي وقبل ما نسيب النقطة دي عن رغم الفرص المهدرة في نهاية المباراة زعلت كل المتابعين آخر ربع ساعة سيل من الفرص طاهر محمد طاهر أحمد عبدالقادر محمد شريف وقرارات فعلا كانت مزعجة بتكلم هنا على القرارات ممكن فرصة إنك تباصي لواحد منفرد فتشوفت هي باش قرارات طمع طمع مش معنى أنا ما نشارك في الحفلة بص أكتر ناس طمع في الفرقة هم الفرقة المهاجمين في أي فرقة يعني ساعات كان المدير بقوله خليك طمع روح إنت على الجورة يعني فيه فيه أوقات لما الواحد كان في الملعب يقوله إيه بيبصيها بس لبرة يا ابني أنت خليك طمع خدوا الكورة وروح إنت عجون فهم اللقوا المقرار الأجواء مناسبة مرابعة عليهم الدنيا سهلة فحصل شيء من الطمع شوي ودي بشعب والله ما عيب بس هو الجمهور بيزعل طيب الجمهور عايز ما نقسب خمسة اكسب ستة هعمل حاجة تاريخية بس أعتقد اللي هو يعني هي دي الحالة الطبيعية للمهاجمين اللي هو بي عندهم حتة زيادة أنا أحبها لو القرار حلو لكن ما يبقاش يعني فيه مساحة كده وروح أنا مقطع بالدائري طرئيسة حتى مش حلوة يا سبق في الدائرة دائرة دائرة دوسعة دلوقتي دلوقتي أنا باتكلم في حتة اللي أنا إيه بش عايزة دوس بش عايزة دوس على لأن أنا يعني أنا ماليش في السوشيال ميل الراحيات دي لأن اسمعت اللي يعني ضغطين عليهم جامد قوي لدرجة إن البعض دعا أو قال إن فيه عقوبات على اللاعبين اللي ضيعوا فرص الأهلي نفهم بها خالص السحالة ما عمش كده أبدا غلط أكيد المديل الفني دي دورها يجمع ما فيش منطق بيقوله إن الفرق اللي ضيع فرصة يتعاقب لا 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 خالص 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 عارف هياخده كل راح طلالك لبرة تمام أنا أقوله يعني إيه آه في حاجات تروح بيها جون وفي حاجات يبقى إيه لو الشاي من خمسة في المية اللي جنبك هجيبها ادهاله لكن حتت بقى الضغط والكلام ده أنا ما بحبوش بصراحة لأن هم اللي عيبة كويسة بيعرف صالوا الجون وهو الحاجات دي كلها نزع تمام إجابة داعمة وكويسة قوي ما فيه هجع هو أنا اللي استغربته والناس اللي قالت إن فيه عقوب أنا يعني الأهلي كويسة إنه نفى لأنه هو ما فيش عقل في الكورة يقول إن اللي ضيع فرصة جوه متش يتعاقب حتى على فكرة لو كان عابوا بعض الأنانية لأن ما فيش حاجة يسمع كده لا لا ما فيش حاجة يسمع كده خالص أنا بس أنا طالبه بس من من الشيناوي الشيناوي يعني هو الحارس الأول لمصر صراحة يعني أنا عايزه يهدى شوية مش عايز العصادية بقاله فترة من ساعة مطش الهلال هناك وبعدين مطش السموحة وبعدين مطش السوبر لأ عايزه يبقى فري كول كده لأن طول ما حارس المرمى هادي طول ما تبقى قراراته صح لأنه كمان كابتن فرقة فشخصيتك بتنطبع على اللعيب اللي معك وانت كابتن يعني وانت كابتن تماما وانت لعيب كبيرة شناوي كلنا بنقدرك وكلنا بنحبك ونحترمك بس من واجبنا ان احنا نقولك صح الحتة دي بنت عليك الفترة الأخيرة فخلي بالك بتكون قوة وتقل المسئولية كابتن نادي بهذه الجماهيرية مع ضغط مباريات مع رغبة في تحقيق كل البطولات أحياناً بينعكس على تصرفاته بالشكل ده؟ طب ما نادي الأهل بياخد طول عمر بياخد طولات بعدين هو وليد سنة ولا اتنين ده بقى له فترة ما نادي الأهل بقى ليه بقى كده بطولاته مطشط حاسيمة وكان في منتقى الهدوء مطشط منتخب نفس الكلام لا هو حتة دي زادت شوية فواجب ايه الاسباب اللي ممكن تدفع لده بحاول وصل معك ساعات اللاعب كده هاني يبقى يعني بش في الموت بش في الموت بتاعه يبقى متعصب فيه موقف خارجي برا الملعب مفهوم سلامات مش عارف ايه ايش ربق ام ايا لغاية ما اقول خبر المهم لا بقول خبر المهم طيب هو في شكل سؤال هذا الخبر وهو عن مصطفى محمد النهاردة كان فيه مباراة ما بين نونت الفرنسي وتولوز موقف نونت صعب محتاجين الفوز فالجولة دي مخصصة في الدوري الفرنسي لدعم المثليين يعني ايه؟ يعني انه بيبقى كل الاندية رقم التشيرتات الرقم اللي موجود على التشيرت معمول بألوان دعم المثلية والسنة اللي باتت لو تفتكروا في نفس التوقيت فيه لعيب اسمه ادريسا جانا جاي اللاعب السنجالي في باريس سان جرمان قال شكرا مش هدخل وعندي مشكلة في بطني فملعبش المباراة فتعاقب بل وطلع دعوات لانه يتم فسخ التعاقد ومشي على فكرة راح ايبرتن بعدها دلوقتي اكتر من لعب من المسلمين رفضوا انهم يلبسوا التشيرتات دي مصطفى محمد قال لهم النهاردة لما عارف قال لهم طب لو سمحتوا يا جماعة لو انا ينفع بأتشيرت بتاعي رقمي عادي جدا ألعب او يتدارى العلم ده قالوا لا مش هينفع قال لهم خلاص انا اسف مش هينفع يكون موجوده مش هو بس بل اكتر من لاعب على مستوى الفريقين من المسلمين رفضوا انهم يشاركوا في امر مخالف لدينهم ولمعتقاداتهم فخرج من قائمة المباراة نستعرض اللي قاله مدرب نانت بعد المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين اريستوي قال مصطفى كان مشتتا بين الرغبة في اللعب وغيرها من القضايا التي يواجهها في شهر رمضان الماضي لما تقال ان هو فطر عشان يلعب هذه مواضيع حساسة وكان لابد من ايجاد الحلول لانها بالفعل مصدر ازعاج عقوبات على اللاعب قال تم اتخاذ القرار صباحا يوم المباراة مصطفى تردد لفترة طويلة لكنه استسلم للضغوط التي تعرضت لها عائلته في مصر النادي سيقرر ماذا سيحدث معه شفت ازاي قرار مصطفى محمد؟ طبعا لازم يعمل كده لازم يعمل مواضيع دي بقى مش مئز بقى مش مئز اوه مواضيع دي صعب اوه لكن لازم يعمل كده وحييه مانفعش مانفعش لا دينا ولا اخلاقنا ببداينا ته صعب وهو الغريب ان هو ما قال لكمش مثلا انا عايز احاربكم هو بالنسبة لللاعب ده حاجة مخالفة ادعموا اللي تدعموا انا مش هدعم لان ده مخالف لديني والحقيقة انا عجبني النهاردة ان ده كان موقف جماعي شبه جماعي يعني النهاردة زكريا بخلال اللعب المغربي اللعب في كاس العالم لعب تولوز منافس نانت طلع بيان اول ما استبعد من القيمة وقال اسباب رفضه فاسباب رفضه كانت حلوة قوي بطريقة طرحها استعرضها مع حضراتكم وهي كالتالي قال زكريا بخلال قال انه القرار خده بعدم المشاركة في المباراة يلا نستعرض مع حضراتكم قال لانه لازم زي ما انتو بتحترم انا بحترم الكل لكن انتو كمان اتمنى ان تحترموا معتقداتي الشخصية اللي ارى ان انا مش الشخص المناسب ان انا اشارك في حملة زي دي صح احسن رد احسن رد انتو عايزين اتمنى انا برضو لازم تراع شعوري وانا مش دعم لهذا الموضوع خالص احسن رد رد دبلوماسي وانا بتبسط اول لما اللعيبة دي فيه ناس بتفكر لها بتروح هاني اوروبا بينسوا نفسيهم انا مبسوط اول الناس دي لسه بمحتفظ مبادئها ودينها والصح والغلط والشارع الحاجات دي كلها مبسوط بحيهم وان شاء الله ربنا اكرمهم بجد ان المواضيع دي مقرفة بصراحة موقف محترم جدا من مصطفى محمد ومن اي مسلم الحقيقة انه يرفض ان يشارك في حملة دعم لشيء هو مخالف لدينهواء لمعتقداته الدينية ودينه الاسلامي العظيم طيب كابتن علاء خلاص فك التكشير هنروح لموضوع تاني طيب بص اللقطة دي ميلان كان بيلعب مع انتر في دوري ابطال اوروبا ودغلبوا اثنين الماتش اللي بعده في الدوري مع اسبيزيا خسروا برضو بص بقى المشهد ده الالترس موقفين اللعيبة بالمدرب بتاعهم وبيتكلموا معهم في رسائل وبص كل فرد في الفريق واقف بيسمع ايه رأيك في المشهد ده؟ محدش تلعب بين بعد الماتش وتافع الجماهير وشتامهم ببتاعه من اللعيبة؟ ايه هو ده يعني هم دلوقتي ده الممثلين بتوع الجمهور الالترس اه اولترس وقفين بيتكلموا معهم والتانيين بص بص وقفين كلهم في حالة انصال في حالة ايوة يعني احنا غلطنا في حقكم وقديهم وردهم وردهم اه فيش بقى لعيب طالع بعد المدرج مسلا خلي بالك برضو هو اسطوب حضاري من الاتنين من الاتنين من الاتنين اه من دول ومن الجماهير اه بش برضو ما خلي بالك برضو ساعات الجماهير هنا برضو بتزودها يعني مزبوط مزبوط والفاظ وشتايم وحاجات مندر صح هو مشهد غير معتادل لا 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 ده لو فيلم اقولك الفيلم ده ياه مبالغ اه بلغ فيه جدا يعني لا ده مشهد عظيم ده صح بجد والله العظيم مشهد عظيم ايه ده احنا بشوفه ده اللعيبة بمديرهم الفني واقفين بيسمعوا وفي الاخر بيسقفوا لبعض الطرفين وده رغم ان الفريق تراجع للمركز الخامس في الدوري لكن هما بفريق اربع نقاط عن لاتسي والرابع لكن هما عندهم امل ان الدعم ده ليهم يزقهم للعودة قدام انتر يوم الثلاث وبيولي بعد المباراة قال انها كانت اسائل دافع علي دي الحاجات بقى لده دعم وده الحاجات اللي هي راحة يشيد بيها بشي اله 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 اللي احنا كله بنتكلم فيها طيب اخيرا اخيرا اكيد شفت ده العديد من مدربي قطاعات الناشئين في الاندية في العديد من الاندية اشتكوا لي مني؟ لا مش من حضرتك ما بناخدش فلوسنا اه وانا الحياة بتفاجئ انه واندية كبيرة واندية قادرة واندية ما تحسش انه عندها مشاكل حتى مادية بجد لاي اقل عن اربع اندية مدربين قطاعات الناشئين فيهم اتكلموا معايا لطرح مشكلتهم وانا هاطرح اسماء الاندية في الايام المقبلة لكن بيتكلموا انه بقالنا بالخمس ستة سبع تمن شهور ما بنقبطش كرئيس قطاع ناشئين في نادي يعلم جيدا اهمية قطاعات الناشئين بتشوف المشهد ده ازاي كابتان عليك؟ مفيش مدرب عندي في النادي ملوش عقد عقده بيخلص تلاتين ستة اه وانا هخلص المسلم ستة وعشر ستة قبل عيد الاضحى بيوم يوم قبلها بقى في بيوم مدرب مرتبه بياخده يوم اتنين تلاتة في شهر بينزل تمام؟ في احترام في اندية ما بتصدق اخر مباراة في الدورة بتخلص يقولك قدم سؤالتك عشان فيش مرتبات طب احنا عايزين كرة ازاي بالمنظر ده؟ احنا عايزين كرة ازاي تتقدم بالزخيرة اللي عندنا دي وانت بتعمل فيها كده في مدرب قطاعات الناشئين انا النادي عندي بش دورة خلص كل الفرقة شغالة انا عملت دورات بعد الدورة وقفتهم العشرة ايام بتوع الامتحانات وهتجمعهم من يوم السبت ممكن انت لسه تسألني يوم السبت الجاي كلهم هينزلوا تاني يعوده اربعين يوم يتمرنوا لغاية لما ياخدوا الاجهازة الكبيرة بتاعتهم في شهر سبعة وليبتيد نجمع فترة ده واحد تمانية عشان هنا كده بقولك ايه المنظومة عليها عامل كبير جدا 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 في اللي انت بتبقى لما اتكلمت معاك مرة قلتلك كله بيتماني يبقى موجود عشان الحاجات دي الالتزام في المرتبات انا انا يعني احنا عاملين الميديكال ده بتاعت التأمين الصحة بتاعت كل المداربين بأثارهم انا في اقوى المستشفيات مفيش نادي في الشرق الاوسط عامل للعيبة تأمين المنتجر للعيبة اللعيب يتصاب بياخد المنتجر بيروح يكشف وياخد ده بتاعه ويمشي واخد بالك الهدف ايه هاني الهدف قطاع الناشئين بعمل كل حاجة عشان خاطر تأسس سيستم بشتغل عليه وبدل مدرب حقه عشان حسبه بدل اللعيب حقه عشان حسبه بيلبس احسن لبس بيأكل احسن اكل بيأكل في احسن مكان جنب النادي المختلفين اعتقد النقطة انت بتتكلم فيه ده اضايا كبيرة بش سهلة جدا اضايا كبيرة يعني اقول لك اولا اضاك حاجة قبل ما تتعلم تمام في عندها بتدفع في اللعيب بخمستاشر وستاشر مليون ياخد بالقطاع ناشئين ده كله تلعيب جبته في الفريق الاول لعيب واحد تصرف على القطاع الناشئين بمرتبات الاجهزة بمرتبات بمرتبات صح دي رسالة بنختم بيها مهمة جدا لانه اكتر من نادي اشتكى لنا مدربون في قطاعات الناشئين بان مرتباتهم تأخرت لما يصل ما بين خمسة الى ثمانية اشهر دون ان يتقاضوا المرتبات يا كابتن هاني ده فيه ناس مؤندية كبيرة بدون ذكر اسماء الجهاز الفني كل واحد لبس حاجة صح مزبوط كابتن علاء بشكورك جدا كالعادة بتشرف بوجود حضرتك معنا الله يخليك يا هاني الله يخليك يا هاني نورتنا وشرفتنا شكرا قبل الختام جمهور برشلونة او جمهور اسبانيول قالك لا خدت الدوري على ملعبي ما تحتفلش قدامي في ملعبي فحصلت مشكلة الجمهور نزل لعبة برشلونة ركضوا الى خارج الملعب في مشاهد مؤسفة للفريق المتوج برشلونة من جماهير اسبانيول في ديربي كتالونيا لكن في كتالونيا نفسها على جانب اخر الاحتفالات تدوت وجمهور برشلونة هتف ميسي 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 سنفعل ما بوسعنا لاعادته الى برشلونة تحيات كل فريل عمل في الماتش وتحياتي هاني حتحوت غدا لقاء جديد الى اللقاء